اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ربما تكون صحيحة بس في توقيت غير مناسب يا اما يعني لو تذكر السنة اللي فاتت الحادثة اللي حصلت فبقى قبل ماتش الاسماعيلي والاهلي والعيربية اللي في الكافيتيريا اللي قابل الاستاد وحصلت مشكلة جامدة جدا وكادة ان تحدث مأساة لان الاعتداء العصارة دي لو كان السبع تمن عربيات التانين وصلوا في نفس التوقيت كانت بقت مشكلة كبيرة ووقتها صدر قرار او صدر تصريح من الوزارة انا وقتها شفت انه يعني محلش حاجة البهاني اللي طالع بقولك لن نسمح بتكرار الامر مستقبلا لكن لم يتحدث ماذا عن الواقعة فكانت النتيجة ما شاهدناه من انت لو تشوف المنظر في الاعتداء على مصر والاسماعيل الاسماعيلي واللعب أو اثنين حوالي 30 انا 20 واحد جمهور بيتقذفوه واللي بالكراسي يعني قسوة شديدة يعني ربنا ربنا يعني عدى الموقف دي على خير لم تحدث اصابات جاسيمة أو وفيات وبعدين نتكلم برضو كيف نعالج ما هو قادم يا جماعة الموضوع بسيط تعالى نتكلم كل خرارات اللي بتطلع من اتحاد الكرة حتى لتصواب منها في التوقيت الغريب تدي فرص للناس انها تتمحك وتتكلم وت وت وتقلف وتفابرق مش بس وتقلف لا انا الاوان الناس اللي هي بتحرد وبتوقع ها وبتفتعل ازمات ما هش مدركة بمسئوليتها او بعدم مسئوليتها ممكن توصلنا لايه يعني هنتكلم على موضوع الشيبي هنتكلم على موضوع عقابات اتحاد الكرة هنتكلم على عنف الجماهير هنتكلم على قضايا كتيرة السيد إبراهيم النهاردة من منظور نظامه الدنيا عمله معروف طيب خلينا الأول نشوف أبرز العنوين المنتخب فيستاد مصر وبشائر النصر الشيبي والانضباط لمن بقرار الفيفا الصفر أكبر من التسعة شغل النسوان الرياضي وبعدين بقى يا هجسين الأهل في بلاط صاحبة الجلالة لكن واحد ندمان والتاني مش دريان وأخيرا عشور وابتدى المشوار نادي الأهل النهاردة في بيان له مقتضب عن الحالة الصحية للأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي ربنا يا رب سبحانه وتعالى يمن عليه بعاجل وتمام الشفاء بإذن الله تعالى قال للنادي أن السيد العمري فاروق سوف يخضع خلال الساعات القليلة المقبلة إن شاء الله لفحص شامل بمعرفة كونسولتو طبي من كبار الأطباء المختصين لبحث إمكانية سفره خارج البلاد ومن ثم عرض قراره من نهاية على الخبراء الأجانب بأحد المستشفيات في أوروبا للتأكيد على إتمام عملية السفر لاستكمال العلاج على النحو الأمثل دون أتعرض أي انتقاسة صحية جاء الزارق خلال التواصل والتشاور المستمر بين مجلس إدارة النادي لأستكابة محمود ربطيب وأسرة وزير العمري فاروق للعمل على توفير أحسن فوص للعلاج والكامل الرعاية الأطباء له بأحد المستشفيات القبرة خارج البلاد حتى تجاوز هذه المحصة الصحية ويمن الله عليه بالشفاء العاجل بإذن الله تعالى وأنا أسألكم دوما الدعاية رب للأستاذ العمري أنه ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه بعاجل وتمام الشفاء بإذن الله تعالى واحدة من أكثر ما أفجعنا في الثلاثة عشرين المنصرم ده يعني كان مدخل لنا بعض الأخبار كده ربنا شفيك عمري ورجعت لأهلك والأهلك الأهلوية كمان بكل خير بإذن الله دعواتكم دعواتكم وعزين في الأيام النهاردة في مستهل العام هذا الأسبوع نهني أخواتنا الأقباط ومصر كلها بعياد الميلاد المجيد ربنا سبحانه وتعالى يعيد على مصر هذه الأيام الطيبة بإذن الله تعالى بكل الرخاء والأمن والاستقرار كل سنة وانتوا طيبين وكل سنة ومصر يا رب في أحسن حال ودايما كل أبنائها في أفضل حالة بإذن الله منسعد لأشار من شوية للحادثة اللي حصلت بين جمهير الإسماعيلي والمصري وإزاي إنه كل ما سبق ما اتخذتش فيه أي عقوبات رادعة ممكن تمنع اللي جاي والاكتفابة فقط بالكلمة لن نسمح وسوف لن نسمح وقلة مندسة وعدد قليل فتتكرر الأمور ربطة الأندية المحترفة طلعت بعض القرارات منذ قليل في هذه المباراة وقررت حرمان 474 مشجع للنادي المصري و153 مشجع من النادي الإسماعيلي من حضور ست مباراة أو أي مباراة خلال فترة الإيقاف في بطولة الدوري لفرقهم في هذه الفترة وتوقيع غرامة مالية قيمتها 100 ألف جنيه على كل نادي مع الزام كل نادي بتحمل قيمة ما تم اتلافه في استاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية حددت كمان ربطة الأندية من خلال شركة تذكرتي وقاعدة البيانات خمس أشخاص وفقا لرقم بطاقة المشجع بتاعتهم الـ ID منعتهم من دخول أي استاد في مصر خلال ثلاث سنوات دي أول مرة تحصل كعقوبة مغلظة شوية إنه يبقى فيه عندك خمس مشجعين في البلاكليست ممنوعة دخولهم أي مباراة خلال ثلاث سنوات أتمنى التوسع في مثل هذه العقوبات الشخصية لأنه فعلا محدش هيردع أي واحد متجاوز ومحدش هيمنعه من دخول الملاعب إلا عقوبات مشددة زي كده يعني مش فكرة إيقاف مباراة أو إيقاف مباراتين أو تغريم الأندية لأنه في النهاية أكيد أي نادي مغلوب على أمره ولا يملك يعمل أي حاجة لكن العقوبة الشخصية للأطراف اللي أنت فعلا مطلع لهم ID وعندك قاعدة بياناتهم وتقدر تحددهم والكاميرات بتصورهم مزيد من التوسع في العقوبات الشخصية باش مهندس هي اللي ممكن تكون رادعة شوية هو المتفرج اللي أنا مش قادر أفهم السيكولوجية أو التفسير النفسي إنه بيتخانق يروح كسر كرسي عشان يضرب بيحد طيب اللي كسر الكرسي ده النادي ليه يتحمل هذا الكلام ليه الجمهور لا يتحمل مسؤوليته هذه غرامة يجب أن تقع على عاطق من قام بها تعرف يا مش مهندس ده ممكن يبقى لو دقة شوية أنت حددت الشخص اللي داخل حدد لي رقم الكرس اللي هيقعد عليه أولا هم 3041 الكاميرا جابوا الشوهم تمام بين قوي وبين قوي مين اللي كان بينتزع الكرس تحرمه ثلاث سنين ويدفع في الغرامة أيها هي دي الغرامة تتوزع عليه على الأقل يا سيدي يبلاش الغرامة 100 ألف جنيه اسنم الكرسي اللي كسر وصلحه بالظبط أنت اديته رقم تذكرة اديله رقم كرسي يبقى مثبت أن الكرسي رقم 56 حيتزال الناس يا أستاذ إبراهيم وتبقى مش مش اللي عمل الغلط لكن عليهم أن يقاوموا بقى لما أنت تديه لمرة واثنين أنت اللي حتمنع أن حد يكسر الكرسي أو حتبلغ أنت عنه بالظبط لأنه ده عهدتك أنت هنا مفيش وشاية هنا في جريمة يتحملها من ارتكبها دي مش وشاية لا طبعا ده إبلاغ عن مخطئ صحيح حتى لا تتكرر أمور إحنا كنا إزاء كارسة محتملة أي ولو العداد كبيرة ما كنا ناش عارفين حيسيطر عليها إزاي ولو لأن المباراة انتهت بالتعادل برضو ربما خفف هذا الأمر وإن كان مثلا ممكن يكون جمهور الإسماعيلي مداي أكتر أنا مش متكلم في كده نتيجة مراءة مش نتيجة وبعدين يستوقفني شيء بقى الله هو الناس اللي أعملها تقولك الإهلي والإسماعيلي بيلعبش والإسماعيلي ليه وإن هدين دول كانوا بيلعبوا فين في برج العرب ليه وهم جارين ليه ملعب المصري لأن فيه معلومات عند الأمن الترجمة في الملعب إنه ممكن يحصل حاجات من النوع ده دي بتبقى يعني حاجات شب يعني تترقب الفرصة عشان تنفاجر فيه معلومات بهذا الكلام أي فأنت يا جماعة اتقوا الله شوية يا محدس الفتنة يا اللي عملين واخدين والأسف نقاط زي ما حنشوف كبار واخدين موضوع نشيبي في اتجاه تاني واخدين يقحموا المغرب والاتحاد المغربي في الأمر بما انت حتسبت لنا كذب هذا الأمر دلوقت الحقيقة يعني الإشارة في جزئية الأهل ما بيلعبش في الإسماعيل وهو برضو مستصغر الشرر ده جاي من الإعلام لأنه كل شوية وهي دي الناس أصلا اللي هي فاهمة وهي ضد الأهل إنه لما تصير حاجة زي كده أكدني الأهل لو راح الإسماعيلية هيتغلب والإسماعيلية ما بيجيش يلعب مع الأهل في القاهرة بس ده كمان حتى المصري إجار المباشر للإسماعيل بيلعبه في برج العرب ما لعبوش حتى في السويس ولا في الإسماعيلية فبالتالي إمتى الناس تتحاسب على إثارة هذه الفتنة إمتى كل واحد يطرح السؤال هو الأهل ما بيلعبش في الإسماعيلية ليه؟ يدرك الحقيقة وهو إنه قبل بداية الموسم الأهل بيجيب الموافقة الأمنية على استضافة الإسماعيل في القاهرة بينما الإسماعيل ما بيجيبش الموافقة الأمنية حسب تأكيد مسؤولي لجنة المسابقات على استضافة الأهل في الإسماعيلية فما بالك بمباراة بين الجارين يحصل فيها اللي حصل لكن هتفضل دايما منطقة أو جزئية العلاقة بين الأهل والإسماعيلي عرضة لمثير الفتن بهذا الشكل المتكرر اللي يدلك على إن ده أمر يعني متعمد أن يظل الأمر محتقن بين الأهل والإسماعيلي إن فجأة وبدون سابق انظار ينسب حديث إلى الدكتور عبد المنع معمارة وقول لك الأهل يحقق بطلطه بلاقيب النادي الإسماعيلي أولا هو ملاش وهو في السلطة ولا بعديها حنعتبر يا سيدي إنه قالها وأنا أشوك إن يكون قالها أرد ببساطة شديدة جدا تعالوا نشوف الأهلي المتهم بتفريغ الإسماعيلي لما قيل أن أخذ نجوم الإسماعيلي من 2005 وانت طالع كان تجري إسماعيلي بينافس الأهلي وتطاعة أن يحقق اتنين دوره استطاع أن يحقق كاس مصر استطاع أن يكون منافسا قويا تعالوا بقى لما بيعد الأهلي عن الإسماعيلي خاد منه لعبة واثنين في العشرين سنة اللي فاتوا دول في العشر سنين الأخارة في العشر سنين الأخارة نتاج الإسماعيلي عمل إزاي مين اللي فرغ بقى الإسماعيلي حقيقة الأمر والإسماعيلي ما بتفرغش بالعكس ده الإسماعيلي كان يدعم بأموال جيدة في التسعينات السبعة مليون وثمانية مليون دي كانت مبالغ كبيرة جدا في الوقت 2005 أو 2006 أو 2004 كانت مبالغ كبيرة استطاع الإسماعيلي أن يدعم فريقه ما كانش عنده أي مشاكل مالية النهاردة لما غيرنا هو اللي بقى يتعامل ويفتح الإسماعيلي مصرعيه له تسبب فيه ديون كبيرة تسبب فيه مشاكل للإسماعيلي حتى النهاردة تتفاقم مش عارفها تتلام فمسألة الآلي طيب الآلي كسب بطولاته بالإسماعيلي طيب الإسماعيلي ما كسبش بطولاته بالعيب الإسماعيلي ليه مش كانوا عندك وانتقل للأندية أخرى إسماعيلي بقىهم لأندية تانية لا ورغم هذا لا ده ده كلام ده قلناه متمر لكن فكرة هو مين بيضيف لمين نايوة اللعيب بيجي يدعم وبيكمل فريق لكن مؤكد إضافة البطولات ده النادي الآلي ده النادي الآلي ده القيمة المضافة بتاعت النادي الآلي والآلي خد بطولات قبل هزين انتقلات وخد بطولات بعدها وخد بطولات وحياخد بطولات بعدها وكل أرقام عملية التانامة نحن نتكلم بقى في شكل بقى سامج قوي يعني هو إسارة فتنة لا إسارة فتنة وناشفة الكسبة بقت مفضوحة يعني جد تطور تطور في كتبك ولأنه بيطور برضو بسم الله مشاء الله عليهم يعني بس الجديد في التطوير أنه يقحم بعض النجوم اللي كان لها مكانة واحترام لدى البعض أنه قبلوا يلعبوا هذا الدور هذا الدور السخيف أنه يطلعوا الكلام يعني ما يقولوش حد عارف عارف أنه مش صادق فيه ولكن يقوله وعارف أنه حيخلي شكله مش كويس لكن يقولوا لما يطلع ناس عمالة تتكلم يعني أنا مش قادر يفهم مثل واحد وكن له شخصيا زي أحمد الخضري كمية كلام كلها كلها مش في الموضوع وكلها مرضوض عليها وكلها يعلم أنه عشان ينهي بس بيمعد عشان يلقب فيه أسر ما تضربش كويس ما عارفش يتضرب كويس هو ده القفل اللي بيلف عليه كابتن أحمد الخضري عشان يقوله في الآخر هنشوف رد على كل الكلام ده يا جماعة لأنه على فكرة يعني مهما كان هذا الانفلات المسئولية الحقيقية عند الإعلام وعلى المسئولين عن الإعلام لأنه اللاعبين السابقين ومسير الفتن والناس اللي بتحرض على تداهر وهذه العلاقات بين الجماهير ما عادش فيه مسئولية ولا محاسبة الناس بتقول كلام فيه مغلطات وبتصدر حاجات سلبية توجر صدور الجماهير من الشباب الصغير وما بنسمعش على أي مسألة لأي حد على هذا السطح الإعلام المتنامي الحقيقة يعني فيه برامج فضائية وفيه قنوات القائمين عليها مسئولين على الإعلام نفسه وحاجة غريبة جدا كما لو كان إنه أي حاجة من شأنها إثارة هذه الجماهير وتوتير هذه العلاقات والأجواء بقت المسألة مقبولة ومسكوت عنها عشان كده هنلاقي دايما في العلاقات اللي بين الجماهير في هذا التوتر الموجود يا أسمعت هدف يا أستاذ براهيب مش مقبولة هم بيستضفوه هم بيقجوم لهذا الهدف يعني الموزيع يفضل يليف ودور في الأسئلة لحد ما لقى الخناء ويعمل ببراء يعني هو يا راجل لا 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 مش كده أنت بتقول ليه يا راجل إزاي بس أنت طوص الطول مش عارف وكأن الموزيع مش فاهم أنه عليك يا راجل يا راجل حرام هو اللي بيغذي حرام عليكم حرام عليكم مصر بجد لكن عموما خلينا نبدأ حلقتنا بالمنتخب في أستاذ مصر وبشائر النصر الحقيقة تحفة معمارية رياضية رائعة جدا ظهرت لنا من خلال معسكر المنتخب الوطني في أستاذ مصر في العاصمة الإدرية أستاذ يا جماعة بهذه الروعة والأناقة والشكل الجميل سعته 93 ألف مشاجع أكبر أستاذ في مصر دلوقت إن لم يكن في المنطقة لأن أنت بتتكلم على أستاذ بهذه الروعة وهذه الإمكانات وهذه الضخامة تتكلم في 93 ألف متفرج روي فيتوريا كان منباهر جدا لما دخله ورحب إن المنتخب يبدأ معسكره ويبدأ إعداده للكاس الأمم الأفريقية من خلال هذا الملعب اللي فعلا إضافة قوية جدا جدا للبنية التحتية الرياضية المصرية ولما يكون في العاصمة الإدارية أعتقد إضافة أكبر هي رسالة يا أستاذ إبراهيم هي ترجمة حقيقية لمعنى العاصمة الإدارية يعني هذا الأستاذ ينافس فقط أو ينافسه فقط أستاذ القاهرة إذن العاصمة الأديمة في أستاذ القاهرة اتعامل أستاذ أحدث وأضخم منه في العاصمة الإدارية الجديدة هذا تأكيد وترصيخ لمعنى كلمة العاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الإدارية معمولة بشكل آخر ما وصل إليه التكنولوجيا النهر الأخضر ده بعد ما يكتمل هو إيش من النهر الأخضر ليه لأن شلالات من المساحات الخضراء بتقطع العاصمة الإدارية طولا وعرضا وعشان تدي لك بيئة صالحة والناس تنفس هوى وأكسجين نقي للون الأخضر والنباتات من تأثير في تنقية الأجواء وزيادة كمية الأكسجين فأنت العاصمة الإدارية فاخرة في طرقها في طريقة إنشاءها في المنشآت اللي فيها الفندق كمان اللي منتخب معسكر فيه حاجة روعة كل حاجة معمولة على أعلى مستوى وبعدين كمان خلي بالك تدرجيا لما المؤسسات الحكومية هتتنقل وتبتدي الحياة تدب بكسافة عددية فعلا لأنه 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 تم تنقل مصالح حكومية هناك في مدارس سبقت في أربع جماعات شغالين هتبتدي تجد بنية سكنية تناسب جميع المستويات هتجد بالمكان وبالاستاد وبالأجواء المعسكر النهاردة بالمناسبة اكتمل وصول أو عقد المنتخب بوصول النجم العلامة محمد صلاح آخر المنضمين النهاردة للمنتخب وامبارح شفنا بعض التغييرات في القايمة وصيب أحمد نبيل كوكا لعب وسط الأهل الصعد الحياة اللي كان إضافة قوية جدا اللي لقدمها للمنتخب الوطني وصيب امبارح في الأوتار بتاعت القدم فيها تمزق يغيب شهر شهر ونص إن شاء الله تعالى يلحق مع عودة الدور بإذن الله فكان قرار روي فيتوريا باستدعاء مهند لشين بدلا منه شوية على طول وصيب أسامة جلال قلب الدفاع اللعب برمد فكان الإنصاف قدرا لمدافع الأهلي ياسر إبراهيم استدعاه روي فيتوريا علشان يدعم قائمة المنتخب وبالتالي دول السبعة وعشرين اللي حيسافر بيهم المنتخب إن شاء الله تعالى يوم الثلاثة اللي جاي لأبي جان تعارفين إن المنتخب حيبدأ أول مباراة يوم أربعتاشر مع موزنبيق ويوم تمنتاشر هيلعب مع غانا ويوم اتنين وعشرين هيلعب مع كاب فردي وعنده مباراة ودية أخيرة هنا في ختام المعسكر يوم الحد اللي جاي الساعة ستة مساء في استاد القاهرة مع تنزانيا إن شاء الله ده اللعيبة وهم بيودعوا وبيشكروا أحمد نبيل كوكا وبيطيبه خطره هو مغادر المعسكر للإصابة كانوا الحقيقة متعاطفين معاه جدا وكان فيتوريا مبسوط من كوكا جدا بسنه الصغيرة دي تحت العشرين وعنده الشخصية دي والكفاءة دي هو أضغر لعب في المنتخب ها فجاءت الإصابة اللعيبة صممت إنه تاخد معاه صورة إذكرية ويهدوه هذه الصورة كواحد كان حيبقى معاهم في البطولة لكن الإصابة إبراهيم جدا طبعا كانت فرصة عمره لكن أنا متأكد إنه يعني يكفي شكله بيبكي مسكين يعني برضو اختيار طبعا يعني هذا مشروع لعب كبير ينتظر مستقبل كبير بإذن الله إن شاء الله تعالى وياسر إبراهيم طبعا انضم للمنتخب بدلا من أسامة جلال دكتور محمد أبو العيلة الطبيب المنتخب كان عمل جلسة للعيبة خلال المعسكر مع دكتور محيد دين الجعفاري استشاري مكافحة المنشطات المعتمد من اللجنة الأولمبية الدولية لتسقيف اللعيبة وتوعيتهم وتعارفهم بالمحاذير والمحاذير اللي تتعلق بكشف مكافحة المنشطات خلال بطولة الأمم الأفريقية والأدوية الجديدة اللي دخلت جدول الحظ إلى جانب موعيد استدعاء اللعبين لكشف المنشطات خلال المباريات وأحقية اللجنة الطبية في الكاف في استدعاء أي لعب في أي وقت خلال البطولة دكتور مهمة جدا جدا ويعني شغل محترفين لازم اللعبة تبقى فاهمة كواسي قوي هي مقبلة وإلا وممكن أن يحصل مشكلة بدون قصر بس تكون مشكلة جبيرة إن شاء الله المنتخب حيوصل تدريباته وعنده تمرين مفتوح لوسائل العلام وحيزور المعسكر كمان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للإطمانان على اللعبة والشد من أزرهم وكان الدكتور أشرف صبحي قبل بداية المعسكر زار القرية الأولمبية في العاصمة الإدارية وكان معاه روي فيتوريا اللي أبدى سعادة كبيرة باختيار هذا المكان وزي ما قلتلكوا الأجواء كلها طيبة حتى بدأها محمد صلاح محمد صلاح بعد مباراته مع نيوكاسل اللي فاس فيها ليفربول وحطه على صدارة الجدول وهو كمان تصدر قائمة الهدفين قال إن أنا لما ضيعت ضربة الجزاء كان لازم أسعى إن أنا أسجل علشان عايز أروح منتخب مصر بمعنويات كويسة خيل إنه هو متصدر وقد أضع أربعة ضربات الجزاء لو أحرزها كان بقى يغرد بعيدا لكن ده بيقولك إضاءة ضربات الجزاء أصبحت يا أستاذ إبراهيم يعني مش حكر على لعبها بعينيها عتات اللاعبين وأنا بقول يعني وجهة نظر يعني سمكوا منها لا سمكوا منها إزاي لا سمكوا منها صحيح بس هي وجهة نظر مبنية على مسألة علمية قانون الاحتمالات بيقولك لا أنت مهما كان مستواك لو كررت الأمر عشر مرات نسبة خطأك ممكن تبقى دي كده فأنا ضد تثبيت لاعب لضربات الجزاء لاعب أنه يفضل يلعب ضربات الجزاء لأنه حتيجي للحظة بتاعة قانون الاحتمالات أنه يضيع مش نتيجة أولا بيبقى هو نفسه أغير مغيرش التاني حافظه صراع في لحظة صراع نفسي في اللحظة غير لما بيخصي لك اللاعب منتش عارفه والدليل على كده أن في يوتشير يحرز 18 هدف من 19 محاولة يعني 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 رقم كبير لعيبة الحراس مش عارفة عن حاجة أي فأنت بتخش واللعيب نفسه معلوهش ضغوط أنه بقى كل الناس مصنفاني أن أنا اللي ما بغلطش فعايجي تجود قوي تيجي تجود قوي تضيع منك الليلة فأنا ضد يعني التثبيت التثبيت خلي فيه ثلاثة أربعة وانت فضل الكابتن هدي خشب يشوت لحد ما راح مضيع مضيع فابتدى شهادي يشوت 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 لحد راح مضيع مضيع لازم حيضيع لازم لأن ما فيش واحد نسبة نجاحه وده اللي حصل مع الكابتن زيزو ومحمد صلاح في كاس الأمم فضلوا الشوت ويجيبوا لحظة الإخفاء جاءت في ده كلام مهم جدا للمدربين ده مالوش لا لا مش مالوش لا لا انت تعمل زي رأيا اللازل لا قيمة لا لا له قيمة ما لو مالوش قيمة مش هقوله هذه خطيرة أنا بقولها حتى في الشغل وعلي معلول ما هو ضيع ديبوا من ناس بتعلي معلول كمان طبعا فبنخصوا عليه لكن هو بشط كام شط كام ضربة جزاء وضيع كام حتاجي تثبيته مثلا 85-90% والعشرة في المية دول جنف في مطشات مؤثرة عشان إنتم ثبته أي لكن ودليل على كده هاتلي حد في الدفنس بيضيع ضربات جزاء بسيبك من كابتن علي لكن كنت تبصت لك كابتن سعد سمير عماد النحاس عماد النحاس شادي عماد ضيع مرة ضربه لكن لكن انت بتبقى ايدك على صدرك وهو داخل بس هو ما حدش حفظه ما يعرفش الراجل ده بيفكر في ايه فتنص ليه حطها لك صح والمدافعين عادة نسبتهم في تزديد ضربات جزاء ودي حاجة غريبة يعني حتاجد هدي خشبة شادي علي معلول حتى السلية حتى مش عارف مين حتاجد نسبتهم بتبقى عالية وقيس على كده يعني الفراو ده قليل يعني صلاح ده استثناء ورغم كده بيضيع ضيع أربع ضربات جزاء منهم ضربات جزاء مؤسرة مع نادي ليفر تقول آه على موسمه شوية لكن بتيجي اللحظة قانون الاحتمالي بيقول كده مفيش حد فكرة يا جماعة ده كلام عرما ترمي الظهر ايه طبع في نسم معينة صحيح انك تجيب رقم معين صحيح كلما زاد الرمي زاد الاحتمال احتمال طبعا لا كلما زاد الاخفاخ يبقى احتمال اللي جاي مفهوم ده كلام يا جماعة في منتقى الأهمية للمدربين والإعلام حتى في تحليلاته ما بيركزش على جانب زي ده ونفسنا فعلا حتى تحليلاتنا واهتماماتنا تروح للجوانب الإيجابية لأنه تثبيت زي ما المهندس عادل بيقول تثبيت لعب بعينه ثانيا هو هيبقى في ضغط وتوتر وصراع نفسي في اللحظة اللي بيلمس فيها الكرة يثبت ولا يغير هو واخد على عادلة معينة وعلى شطة معينة وعلى زاوية معينة وعلى وضع تشريح معين في الشطة طب هيغير طب يعني حيفضل في لحظة الصراع ودايما اللي بيتوتر وبي يتصارع نفسيا في خلال لحظة اللمسة هي اللي بتضيع منه شوفنا امير سعيود اللعب الجزائر الموهوب مع النادي وهو في حال الصراع مواقع قاعد جب الكرة وقع وقع على الأرض وهو بيلمس الكرة عجب دي نتيجة شغل في الصراع نفسي لحظة اللمسة فأتمنى ان فعلا الكلام يأخذ محل اهتمام فيه ان انت يكون عندك اكتر من لاعب بيجيد التزديد ويتغير ما فيش مشكلة طيب وإحنا دايما حتى بنتكلم على مسؤولية الإعلام تنمية الوعي الاحترافي عند لعبتنا ده مسؤولية الإعلام وتدليل اي لعب يخرج عن السلوك في علاقة اللعب بالمدرب ده مسؤولية الإعلام عشان كده كان كلام ياسر إبراهيم على النحو الاحترافي محترم جدا لما بغرابة شديدة قائمة المنتخب الأولى خلت من اسمه وشوفنا ناس كتيرة زعلت لياسر وناس اتكلمت وناس انتقدت روي فيتوريا وناس هجمة المدير الفني للمنتخب ازاي ياسر إبراهيم وهو في التوب فورم بتاعه يكون بره قائمة المنتخب ده من حقه يلعب أساسي لكن الراجل لقى نفسه بره القائمة فاتكلم بشكل مختلف عشان كده جاله الإنصاف نشوف كلام ياسر مع الزميل سيف زاهر لما القائمة خلت من اسمه كلمة أخيرة تقولها لخط دفاع المنتخب الوطني وسامة جلال أحمد سامي علي جبر حمدي فتوح حجازي عمر تقولهم ايه ربنا أكرمكم بإذن الله وانتوا أدعا للمنتخب كله طبعا ترجعوني بالبطولة بإذن الله والله وانا مش بقولك بكلام إن شاء الله أصعب كلمة يقولها أي لعيب لأي مدير فني وهو مستبعد أو هو مش عايز أقول مش موجود في الفترة دي تقول إيه الفيتوريا نا والله أتمنى له التوفيق طبعا دي وجهة نظر اللي احترام عليها أنا أحترامها جدا وبتمنى التوفيق بإذن الله كده وكون التوفيق حالفهم ورجعنا بالبطولة إن شاء الله هذا النعم السلام النفسي هو اللي بيدعم صاحبه هو اللي بيثبته لو بطلع يتحاسب ولا يشتيك ولا يقول مش بتابع بسخرية ولا يقول لك هنقول إيه حاسبي الله ليه خلاص أنت يعني أصل بص جاي ما هي أنت تظلمت المرات دي فيه ناس تظلمت قبل كده غيرك فيأتيك الإنصاف أهلا وسهلا داخل شكلك بقى محترم الأجهاز الفني مرصوط منك فرحان بيك بس ربنا إذا يعني تم الاعتماد عليك ربنا وفاك لأن هتلاقي ناس أهو أهو لعب ورونه بقى مش عارف لا هو لعب هو تم اختياره كان أنا متأكد أن فيتوريا كان يعني مترد وبعدين إيه القدر ده له فرصة صحة حذا أسعد واحد النهاردة أنه قدري صحة حذا الخطأ لأنه حتى زمال كوية كل ما فيش حد ما استغربش على هذا القرار أي يعني أنا أرجو أن طبعا كنت أتمنى أن حسين الشعاعات كمان يكون موجود آه كان حقه لكن أنا بأعز أوصل رسالة للعيبة اللي ما اتخدتش أي اللعيبة اللي اتخدت ربنا معاك ويوفقكو مع زمالكو يا رب وتحقق لنا حلم حياتنا بالفوز بالبطولة يعني المصر ترجع للمكانة الكروية بتاعتها أي أستاذ إفراهيم سنة 64 كان فيه لعب ناشئ طالع بسرعة الصاروخ اسمه حسن الشازلي طبعا الله يرحمه الله يرحمه وكان طالع في نادي الترسانة وكان كل العيون عليه وقبل السفر هو كابتن طار السليم تم استبعاته من دورة توكيو والدورة دي احنا حققنا فيها أفضل مركز في كرة القدم طلعنا الرابع عشان يعني الناس متقولش اتظلم ومش اتظلم وممكن وفيها الهدف التاريخي لدورات الأولمبية الكابتن مصطفى رياد جاب ست جوان فم أمام كوريا الجنوبية ست هدف ليعود المنتخب ليجد الشازلي المرعب استغل الفرصة وخدها بغل إيجابي ودوافع من بعدها الكابتن الشازلي هدف الدوري بدرجة ان كان الكورة تيجي فاول برة برة 18 الناس تول جول لكنها ضرب الجزاء وعمل مع مصطفى رياد أعظم سنائي سنائي نافسة وبعد كده طبعا نافسة رضا وشاحتة وبعدين كابتن على بوغريشة نجوم ايه دي اللي موجود النهاردة دي كنا وصلنا الفيئة مواهب فزا اه كابتن محمد بادة وليس كنت بكلمك عليه بادة وفتاك ايه ده ايه ده لكن وليس كنا عايز اقول لحسين الشحات لكل الناس اللي هي ماتخدتش ماتخدتش لازم يترجع يعني مع عودة الكرة الناس يشوف مين نجم النجوم مش عشان توريه عشان انت ده دوافعك دوافعك ودي قدراتك ايه حسين الشحات عنده قدرات مش موجودة مش موجودة في جيله خاصة به هو ولو استطاع ان يقدم موسم زي اللي فات ده هيكسر الدنيا اكتر ما هم كسرها اكتر ما هم تكسرها اه حسين الشحات اربعة اربعة كاس عالم اه فضية خامسة كاس عالم اي فضية ثلاثة بروزية واحدة مركز رابع مش هتلاقي تاريخ حد كده اي فالكابتن حسين الشحات ولو مش عارف ثلاثة اهداف ولا يعني هتداف العرب في منديال لان دي انا عايز اقول لك اه كابتن حسين خد منها دوافع ايجابية وخد من ازمتك الاخرانية دي اللي ما كان لاش سبب ياريتك مسكت النفسك شوية اه يعني يعني درسي ماشيك في اللي جاي ما تفكرش غير في الملعب وفي الكورة ويسيبك من انت اكبر من انتو استفز انت الان هتكون هدف الناس عرف انك بتتنرفز هتكون هدف خلي بقلك لما تنرفزتش هتجنن اللي عايزي نرفزك صحيح طيب بنقول له اسامة جلال زي احمد نبيل كوكا الف سلام عليكم يعني الهصابة دي مسألة كانت في اي لحظة ممكن تحصل لأي لعب اسامة جلال بخروجه الحياة قبل ما يخرج اسامة جلال واول مقصيب احمد نبيل كوكا لقيت ممدوع عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيرامدز الرجل حاطت انه بيرامدز الاعلى تمثيلا في منتخب مصر وحاطت صورة انه بيرامدز سبع لعبين في المنتخب والاهل ستة هتشوف الصورة والاهل ستة والزمالك ثلاثة على انه بيرامدز الاعلى تمثيلا في المنتخب يريد نشوف الصورة دلوقتي عشان اقول لكم انه يعني ما عددش لحظات اهيه اتنقق يعيني على اسامة يعني بمجرد ما ظهرت الصورة على طول اسامة جلال اصيب فاتبدلة الفانيلات اصبح الاهلي هو اللي سبعة بعودة ياسر ابراهيم وبرامدز هو اللي ستة بخروج اسامة جلال حتى بعد انضمان مهند لاشين الفكرة يا جماعة مش مسألة مين عنده اعلى تمثيل طبعا كل الاندية يعني اتمنى انه الزمالك ما يستحقش انه يكون منه ثلاث لعيبة فقط في المنتخب اكيد يستحق اكتر من كده لكن ظروف الفري وترتيب الفري وامكانات اللاعبين هي اللي بتقول ده لكن يبقى الاهلي واحنا بنتكلم ان حسين الشحات كان حقه ينضم واحمد نبيل كوكا لو لولا الاصابة كان هيستمر كنت حتلاقس السبعة دور بقى ام تسعة لكن هو ده الدور اللي على النادي الاهلي بيقدمه للكرة المصرية وعلى فكرة مش في المنتخب الاول بس واللي بقوله لحسين الشعات بقوله لأي لعب تاني زي افشة طبعا يعني اللعيب اللي عندها قدرة ان تسبت وجودها دي لعيب عندها القدرة تسبت وجودها واي حد تاني كن نسيه اي في النادي الاهلي انا اهم من عندي كام لعيب في المنتخب حجم تأثير اللاعب اللعبتي اللعبتي على المنتخب ايوه افادتهم للمنتخب ايه تأثيرهم هل هم واخدية المنتخب طيرين به ولا نقاط ضعف ده اللي همني ايا كان عددهم بإذن الله مؤكد ان افشة كانت عنده فرصة ومؤكد ان اكرم توفيه كمان كلعب دولي اكرم واصيب في كاس الامم اللي فاتت يعني لولا انه عودته من الاصابة تأخرت شوية وما استعادش الفورمال لعيب دولي مهم جدا اكرم توفيه رامي ربيع لعيب دولي مهم جدا وفي احسن حالاته على فكرة رامي في افضل حالاته أيضا يعني عنده اربع خمس لعيبة كان عندهم فرص دول دول حيدوا نفس للنادي الاهلي ان لازم يعلوا عن اي حد بقى اي في الفترة دي اي يرجعوا هم دول اللعيبة بقى اللي ايه التقيلة يعتمد عليهم التقيلة بقى اللي تكمل المشوار الصعب اي وبإذن الله عشان زميلهم برضو يرتاحوا شوية وهكذا خدوا بالكم الاهلي الاكثر تمثيلا في البطولة يعني الاهلي بجانب السبع لعبين الدولين اللي مع المنتخب الوطني فيه تلاتة موجودين برستاو مع منتخب جنوب افريقيا في البطولة آليو ديانج في منتخب مالي وعلي معلول في منتخب تونس يعني في عشرة اهلي في كأس الامم الافريقية في ابيت جان ده مش كتير وده الدور الطبيعي لانه لو بصنا حتى على منتخبات الناشئين كابتن احمد الكاس المدير الفني لمنتخب 2008 القايمة اللي اعلانها لمنتخب 2008 منهم 8 لعبين من ابناء النادي الاهلي وكابتن واقل شيتوس المدير الفني لمنتخب 2005 عنده راخر 8 لعبين في منتخب الناشئين موليد 2005 دي المجموعة اللي خدها احمد الكاس بلالعطية وحمزة الدجوي وحمزة عبد الكريم وعبد الرحمن الرامي مانو ومهند الشامي وعمر العدوي العدوي وياسين ياسر وزياد أيوب يعني 8 لعبين خلي بالك 2008 و8 لعبين في 2005 وفي 7 أو 8 لعبين طلعين منهم 3 في 2005 آه 3 تحت السن آه طلعين اعراض برا النادي آي واخد بالك فانت برضو يعني والقندوسي راح مع جزائر لا ما اتخدش آه آه اللعيبة انت عندك يعني رقفة خليل قطعا اتاخد ولا ما تاخدش لا مش في السن ده في سن تاني آه اذا انت عندك لعيبة تانية رقفة 2003 آه 2003 رقفة آه ما اتاخدش ما كان ساعات بتاخد فوق في السن اللي اكبر شوية آه اللي عايز اقوله يعني ايه التحجب اللعيبة الدولية عندك في خطاع ناشين كبير جدا آه سواء في المنتخبات القائمة أو المنتخبات اخرى آه تانية يعني وحتاجد برضو آه يعني آه في كل منتخب هتاجد أزيز ظاهرة آه وده دور النادي الاهلي ده حجم المتوقع منه في إسهاماته في الكرة المصرية حتى في الألعاب الجماعية الأخرى ايه الناس اللي بتقول لا النادي الاهلي في الرياضة يعني كان زمان يتعمل الدرع العام آه لأكتر نادي مساهم في المنتخبات والرياضة بشكل عام آه وكان الاهلي تقريبا محتكر برضو آه طيب كل التوفيل للمنتخب الوطن زي ما قلتلكم هيوصل تدريباته لغاية ما يسافر إن شاء الله تعالى مصحوما بدعوات كل الملايين من أبناء مصر خاصة وقد بدأ المعسكر بروح عالية جدا الحالة ده بين اللعيبة هايلة جدا فيه رغبة شديدة إنه إن شاء الله تعالى فيه أبت جان يعمل حاجة كويسة بإذن الله هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل موسيقى 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 أهلا بحضراتكم من جديد يعني والدنيا هادية كده والناس مشغولة بكاس الأمم مع المنتخب والتحاد الكرة أو ربطة الأندية عملت قرعة كاس الرابطة ولا حد واخد باله مدام ما فيش الأهل مشارك والزمالك كمان هو رخر عتزر فبدأت المسألة هادية جدا لكن قطع هذا الصمت وهذا الهدوء قرار اتحاد الكرة بالأمس أخيرا رد على خطاب النادي الأهلي وبعت للنادي الأهلي ردا على الخطاب اللي مرسل من النادي بقاله تقريبا عشرين يوم يقوله أنه تقرر إحالة لعب بيرامدز الشيبي للجنة الانضباط عشان كده كانت هذه الفقرة الشيبي والانضباط ولمن مين اللي من المفروض يروح الانضباط مع هذا اللعب المغربي المناخ الرياضي الإعلام الرياضي النفوس الأزمات معالجة اتحاد الكرة لهذه المشاكل كلها الحقيقة محتاجة انضباط لكن أخيرا رد اتحاد الكرة بعد هذه الغايبة الطويلة وقال أحالنا محمد الشيبي للجنة الانضباط لمخالفته ليحة النظام الأساسي للاتحاد الكرة وليحة الفيفا واللقاحتان تحذر اللجوء للقضاء على أي من عناصر المنظومة الكروية ده وفقا لصحيح اللايحة المصرية والدولية الأزمة الأزمة طبعا باش مونسوا الكل فاكرها في مباراة الأهلي وبيرامدز كانت 23 يوليو 2023 بعد المباراة وحصل الخروج غير المبرر بالمرة من حسين الشحات وأعتقد احنا هنا في ملك وكتابه كنا أول من أدال حسين الشحات وقلنا ده خطأ خطأ فادح جدا لا يجب بأي حال من الأحوال اللي لاعب أن يرتكب اتعرض لضغوط اتعرض لسالات اتعرض لابتزازات كتيرة من الشيبي لكن ما كانش أبدا يستدرج لكده اتعرض للمؤخزة ويبقى شكله مش صح انت بتدينه مش لأنك ما بتحبوش لأنك بتحبه ومش عايز ياخف هذا الموقف بالضبط الموقف تم الاعتذار عنه وهم في قط اللبس وبدأ وكأن الشيبي قد قبيله لأن حصل عتاب انت شتمتني بأمي وزوجتي فرح حسين بيس راسه والتاني رح بيسه وحضنه وقاله لا تؤخذني يعني اعتراف متبادل بينهم من الاتنين أخطاء حج أمك على راسك ولكن حج أمك على راسك ولكن انك انت لمجرد ان واحد رصدته الكاميرا والتاني مرصدتوش يبقى ده مخطئ وده مش مخطئ مفيش حاج اسمها الجريمة اللي في الخفاء مهيش جريمة والجريمة اللي في العلن هي الجريمة دليل قبول الشيبي لقد قرار انه قد صافر خارج البلاد اللي عمل العمرة فيتم استدعاؤه يرجع يعمل العملة اشتكي في النيابة ايو اشتكي في النيابة الشكوى في النيابة هي المعضلة هو لو يرجع عشان يشتكي لجنة الانضباط وقد حدث ان برضو راحت لجنة الانضباط الشكوى بعد سلسلة من العقوبات بدأت من النادي وان الاتحاد ثم تم مضعفتها خلينا نذكر بيها لانه على طول بعد الازمة يا جماعة وقبل ما اللعيبة تخرج من الملعب كان مدير الكرة وقتها الكابتن سادعب حفيز غرم حسين الشحات غرمة كبيرة 300 الف جنيه تقريبا 250 الف 250 الف اجتمعت لجنة التخطيط وكابتن محمود الخطيب وقررت تغليز العقوبة على حسين الشحات مضعفتها مضعفتها لكام لنصف مليون جنيه كل ده يا جماعة رفض قاطع من الاهل اللي سلوك اللعب بتاعه ما فيش اي تبرير عشان الناس بس للأسف وانت بتتكلم على الاوضاع القانونية في المشكلة دي يقولك ده مش عارف ايه وينفع وما ينفعش لا ما ينفعش ما ينفعش تحت اي ظرف لكنه عشان ما ينفعش كان فيه غرامة بهذا المبلغ نصف مليون جنيه غرامة على حسين الشحات وتوجه له لوم شديد على اللي حصل واللعب قبل ده واعتذر في الملعب وباس اللاعب المغربي وتبدل العتاب وانتهت في وجود مدير الكرة في بيرامدز هاني سعيد اهي اللقطة لو تفتكروها بيه منظر واحد اه هيشكي واحد في النيابة انتهت والشي بساعتها لو الفيديو شغال بيقول له حاجه امك على رسل بيشوف الرضا الرضا بالاعتذار لكن زي ما جان بول سارتر بيقولك الجحيم هو الاخرون ايه المشكلة في الاخرين الاخرين ما سيبوش اللقطة دي تعدي فضل دايما النفخ في الموضوع والحق وشوف وتحريض علني كانت النتيجة انه مبدئيا سريعا ربطة او ادارة المسابقات الكابتن عامر حسين اخدت العقوبة وفقا ليه تيرير مرائب المباراة تيرير حكم المباراة الشريط الرسمي للمباراة فاخدت عقوبة عشرين الف جنيه وايقاف حسين الشاحات مباراتين يطلع حد ويقولك لا دي كبيرة دي قليلة لانه ما ينفعش هو توصيف اللي حصل لدى الربطة او لدى ادارة المسابقات انه ده سلوغ الرياضي عقوبته في اللايحة اللي كل الاندية مضي عليها بما فيها بيرامدز وبما فيها نادي الزمالك اللي اطراف منه متفعلة مع الموضوع اكتر من بيرامدز ان دي عقوبة السلوغ غير الرياضي تجد حد يروح برضو مدخلك محمد ابراهيم واللي حصل يقولك ده خد اربع ماتشوات ايوة علشان اللايحة بتقول السلوغ غير الرياضي بخلاف حكم المباراة يعني ضد اي من عناصر اللعبة بس تسنع حكم المباراة انه عقوبات بتختلف عقوبة السلوغ غير الرياضي تجاه الحكم من اربعة لتمانية فهو خد حتى محمد ابراهيم خد الحد الادنى فيها فالربط باللي اتنين ربط غير بريء بالمرة خد حسين الشاحات مباراتين ويقاف عشرين الف جنيه وظن البعض ان الموضوع انتهى على الاقل بعد العناق في حضور مدير الكورة في بيرامدز الحق تعالى من العمرة وهنا يبان برضو التربص الدائم ضد النادي الاهلي من مسؤولي نادي بيرامدز باستمرار حرصين على هذا التوتير في العلاقة ويطلع البعض يقولك ايه فيه ايه ما فيش مشكلة لا فيه فيه مشاكل فيه نادي بيلحق النادي الاهلي لغاية المحكمة الرياضية الدولية عشان يسحب منه اللخب الافريقي الى هذا الحد فكانت النتيجة روح النيابة راح النيابة اول ما راح النيابة النادي الاهلي او الفريق القانوني بتاعه بيتابع حسين الشحات المحامي بتاعه بدأ يتابع الموضوع وبدأت المسألة تروح في التحيات اتعاقب حسين الشحات من كل هذه الاطراف ثم تم استدعائه من النيابة المحامي الكبير اشرف عبدالعزيز محامي حسين الشحات حضر التحيات دافع عن حسين بكل التفاصيل النيابة قررت اخلاق سبيل حسين الشحات بكفالة عشر تلاف جنيه اللعب نفى طبعا في التحيات كل اللي نسب اليه في هذه المسألة وشرح اللي حصل في الملعب وكان انطلب الاستاذ اشرف عبدالعزيز المحامي شهادة محمود عبدالعب منعم الكهرباء محمد مجد افشة وطاهر محمد طاهر باعتبار ان التلات لعيبة كانوا حضرين الوقع وشهود على ما تعرض له حسين الشحات من اساءات من اللاعب وطلب الاستماع لأقوال استاذ جمال علام رئيس اتحاد الكرة والاستاذ عامر حسين مدير ادارة المسابعات او رئيس لجنة المسابعات باعتبار انه هم القائمين على المسابعة وعلى الاتحاد وعلى اللايحة اللي بتحضر هذا التقابل تعالوا نشوف ايه اللي حصل هنا لدى البعض خلط الناس مش واخدة بالا من الحتة القانونية حسين الشحات لم يلجأ للقضاء ولا للنيابة حسين استدعي كمتهم او مشكو في حقه راح المحام بتاعه لاستكمال التحقيقات والدفوع عن موكله طلب سماع اقوال جمال علام و مرائب المباراة وعمر حسين هنا البعض يقول لك حسين لازم يسحب شكوى حسين ما اشتكهاش حسين راح النيابة مستدعى هو نبساطة خالق اه لو ان ما فيش شكو في النيابة كان حسين حيكون موجود لا كان حيبقى مطلوب شهادة حد لا فهنا حسين حسين او محاميه ما اتهمش لعمر حسين ولا جمال علام هو الطلب مسؤولهم امام النيابة لسمع اقوالهم فيما يخص الواقع والليحة والعقوبة التي تعرض لها ففي خلطة عند البعض يقولك لا حسين لازم بسرعة يروح يسحب يسحب حسين ما اشتكاش طب نفترض يا استاذ بريب نفترض جدل ان الناس دي عايزة تصير موضوع عشان يبقى موقف ضد موقف وان يستدع حسين ماذا سيطلب من حسين الشحات من لجنة الانضباط هتقول له ايه اسحب شكوتك هقول لهم انا مشتكيتش طب اسحب ايه اسحب طلب بالاستدع طيب حضرتك طالب من اللي قدم الشكوى انه يسحب الشكوى لو اتسحبت الشكوى انا 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 اقوالي مش هتكون بقى موجودة يعني هو ماذا سيواجه له لجنة الانضباط يعني حتى الناس مش فاهم يقول لك حاجة تانية يقول لك وانا دي الاهلي مش طعن على هنجلها هنجلها بالسنة ده لما طلب اتحاده الكرة واتحاده الكرة رد امبارح بإحالة على فكرة ناس كتيرة قالت ان الاتحاد ما طلعش قرار احالة الشيبي للجنة الانضباط ما طلعه على الويبسايد الرسمي على موقعه الرسمي لكن هو في الحقيقة بعت للنادي الاهلي امبارح خطاب بالرد على شكوى النادي لانو النادي كان بعيد له شكواه من حاجة وعشرين يوم فبعت رد امبارح العصر انه ردا على شكواه بشأن كذا كذا نحيدكم علما انه الاتحاد اخذ قرار بإحالة اللاعب الخارق لللايحة الى لجنة الانضباط هنا خدوا بالكم حاجة حسين المحمد الشيبي او بالاحرى مسؤول بيراميدز كانوا لجأوا للجنة التظلمات ضد قرار لجنة المسابقات يعني هما راحوا للجنة التظلمات كان ساعتها المستشار عدل الشرباجي عليه رحمة الله هو المسؤول عن لجنة ولجنة التظلمات هل سألك سؤال والنبي عشان تابع عن واحد من جمهور دلوقت فيه سؤال هما لما راحوا لجنة الانضباط التظلمات كان فيه بلاغ للنيابة كان لسه مراحوش يعني هو راحوا للنيابة بعد كده راحوا للتظلمات ضد قرار المسابقات يقولوا للتظلمات العقوبة بتاعة حسين الشحاد دي قليلة شوية فالمستشار عدل الشرباجي الله يرحمه ولجنته طلبوا من إدارة المسابقات وعمل حسين الأسانيد اللي انتوا على أساسها خدتوا العقوبة ردت المسابقات قدي تقرير الحكم قدي تقرير المرائب قدي الشريط الرسم للمباراة وقدي اللايحة اللي بتقول ان السلوك غير الرياضي عقوبته مبارات وعشرين ألف جنيه فلجنة التظلمات قالت لبيرامز فين المشكلة انت لجنة المسابقات اقرد او اتخذت قرار في ضوء ما توفر لها من تقرير ومن صحيح اللايحة ما اكتفوش بكده راحوا رايحين للنيابة العامة مع النيابة العامة بدأت المشكلة حد يقول لي طب هي ايه المشكلة المشكلة انك انت كنادي اهلي عندك لعب محترف الفيفا كلاحة وكنزام ليه حرم او منع او قيد حق التقاضي لانه يطلع بعض القانونيين برح شفت كذا حد يقول لك حق التقاضي مكفول لكل مواطن طبعا ده قولا واحدا اكيد لكن الدستور المصري نظم هذه العلاقة في مادة صريحة فيما يخص الرياضة انه مشاكل الرياضة وفض منازعتها تكون من خلال القوانين الدولية والمواسيق الولمبية علشان كده لانك انت العملية الرياضية متدخلة مدربين بيبقى جانب يشتغلوا في بلد غير بلدهم هيخضعوا انهي قانون يعني محمد الشيبي ده لو المسألة متاحة ومفتوحة يشتكي حسين الشحات في محكمة الدر البيضة ولا يشتكيه هنا انهي قانون يحكم المشكلة اللي حصلت وممكن تحصل في أبي جيان في بطولة اتنين من دولتين مختلفتين بيتخانقوا في دولة تالتة هنا توحيد المظلة القانونية لدى الفيفا هو ده السبب الفيفا له فلسفة ان ينأب الرياضة عند ان تكون موجودة في ساحات القضاء او النيابة او اقصام الشرطة يا أستاذ ابراهيم انا حقول لك على ما اذكر في واقعة في مباراة الاهلي والاسماعيلي ها لاعب من نادي الاهلي ذهب يتحدث مع لاعب اي من نادي اسماعيلي الاسمين عندي مش هقولهم اي فصفعه بالقلب ام فاكرها اي اي فاكرها اي اي هل خرج لاعب النادي الاهلي عشان يعمل وده اثناء المباراة امام الحاكم اي وا يعني يعني موقف ده حتى اللعيب ما اضطراتش حتى اللعيب ما اضطراتش اي خرج حد من نادي اللي قال ياله اروح بلغ النيابة ايه الفالق بقى انك انت تبقى بعد الماتش او قبل الماتش او في الماتش انت بتنقى بالرياضة هنا كمان القانون بيحدد يعني المباراة دخول عناصر اللعبة لمحراب الاستاد ومغادرتهم ليه طول منت داخل حرم الاستاد انت في وقت المباراة فما بالك وانك المباراة حصلت اللعبة في الملعب حصل الاشتباك بين اللعبة طب ما انت كل اسبوع وكل مباراة بتاخد عقوبات على اشتباكاتنا بعد المباراة ايش معنى لما حصل ده بين الشحات والشيبي بتقول لي ده مش فوقت المباراة انا باستغرب لحد قانوني لكنه قانوني بيتحدث عن غرض ودائما الغرض مرض يقول لك ازاي ده الواقع بعد المباراة طب هو ما كل ما محمد ابراهيم كان بعد المباراة ما كل المشاكل اللي بتحصل من اللاعبين ومن الجماهير بعد المباراة ما الواقع اللي انت لسه واخد فيها عقوبات للإسماعيل والمصر بعد المباراة ده لو اشتبكوا مع بعض في قط اللبس الحكم بيستخدم الكارت يقدر يعمل يبقى فيه إجراء السلطة مقامة للحكم انا هنا بقول لكم على فكرة على فكرة الدستور بس ردا على الاخوة القانونيين اللي بيقول لك حق التقادم وكفول بالمناسبة المادة 83 من الدستور المصري تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيا والمادة 84 ممارسة الرياضة حق للجميع وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهبين رياضيا ورعايتهم واتخاذ ما يلزم من تدبير لتشجيع ممارسة الرياضة وينظم القانون شؤون الرياضة والهيئات الرياضية الاهلية وفقا للمعايير الدولية وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية يعني بيقول لك القانون هو اللي بينظم ده وفقا للقوانين الدولية يعني حق الاتحاد الدولي لما يتدخل في تنظيم الشأن هذا ليس خرقا للسيادة ده مش تدخل في شؤون مصر الداخلية ده الدستور بيديله هذا الحق ان المنازعات الرياضية وشؤون الرياضة تحل وفقا للقوانين الرياضية الدولية ومواسقها المفروض الامور تبقى بينا خد بقى مساحة الهري والهبد وخلط الورق مونة سعدل أشار من بدري إلى ما قاله الزميل أحمد الخضري في ضيافة الأستاذ محمد شبانة عن ما الأهل عمل كده وده قول الباطل يرد به باطل هنشوف أحمد الخضري مع شبانة وأقول لك هو الأهل عمل إيه بالزبط اتاق رأيك في الحياة القدسة بتاعت النهاردة الشيب وتحوله للانضباط وحسن الشحيات هو من اللي خدت قرارنا الأول نهاردة هو الحاج عامر داخل معي مداخلة الحاج عامر حسين قال لي احنا أول ما جالنا مذكرة النادي القلي حاولناها عشانو قرونية تمام لسه الرد جالينا النهاردة عشانو قرونية أخدنا عشانو جاي من نهاردة وقال لك أنا بسأله قال لهم هم عاد يدرسوا 8 و20 يوم يا فندم يا فندم أنت أصدك أنه قرار متأخر تاويد غريب وقبل بطولة أفريقيا يعني تاويد غريب أنا مش عارف يعني هو يعني ايه تاويد ما أخد بالك في محامين برضو بتتغل وتسأل يعني أنا موضى ذكر برضو بشهادات واستدعاءات هو معرفش الدرب كويس اللي الدرب الشيبي يعني هو مفروق اللي الدرب بقلقين ثلاثة يعني مش حاجة اسمها ألم بيماتشين واحد يطرد حاكم أربع خمس ماتشات مفيش كده في الدنيا أن واحد يدري بتعمل وهيبطلو كور مفيش كده في الدنيا خالص طيب دي حاجة إحنا اللي اعترض المشكلة في إيه إنه هو لجأ للقضاء مش كده طب مالزا مالك عنده قضية عم 13 إلى 14 في القضاء العادي محدش بقول لهم تبتأمله لإيه لا دا دي لا أصديقي ماشي بس أكمل هو بيتحدثه عن أن كل ما هو في حرم المباراة التي تبدأ بدخول أوتوبيسات اللعبة وتنتابنها هو شأن خاص فقط باتحاد كورة القدر لا أي حاجة ما أصلا ترجع للقضاء الإداري للقضاء العادي القضاء الإداري القانون يصرح ليك باللجوء للقضاء الإداري في حالة إغلاق مركز التسوية دا القائم دلوقت دا قائم يعني بحنا ندرش مركز التسوية لكن أنا أقصد بس في دي الحرم بتاع المال يعني الأهلي من حقه أنه هو في الموضوع عبد الله السعيد يلجأ للقضاء المدني عادي لجنة الانضباط اللي هي حلها الشيبي مش كويس مش دي اللي هي اللي هي قال لك إيه قال لك لأ طيب ياقوبة قهرباء تتعطل لغاية ما يتم البت لا مش دي يا فندم استرناني بس يا فندم طب أكمل بس لا استقناف يا ما أكمل قال لك نأجل لغاية ما القضية اللي الأهلي رفحها من أجل المرحوم المستشار السادة عدل الشرباني يا فندم الأهلي رفح عضية بيشكل في الرجل تلقباته بتاع طيب أنا بقول للأهلي رفع عضية رفع عضية فين في القضاء المدني فهو أنت هتيجي كل القصة دي إن الشيبي هو اللي طالق ألطان في الآخر ومحدش فاكر إن الرجل حسيني الشحاد ده كان مفروض سبع تامر ماتشاته وستة شهر وبتاع محدش بيجيب سيرة عجبني أهو اتحاد الكورة بيجاد وبيكتمعوا ويمرروا ويقول لك مش عارف يعني الواحد مش لك هل ما يقوله والله بص يا جماعة حدثت صفع لاعب للاعب ممكن تستاهل إيقاف سنة وكان قبل كده فيه لوائح خلت سامير كمونة اللي هو حرب في نهاية كاس مصر الأهلي والمحلة نصب إلى سامير كمونة إنه أشار بصبعه وإشارة خدشة هل لم يحدث ما حصلش منه كابتن فاروق جعفر كان ساعدها المدير الفني للمحلة برقه ومع هذا اتحاد الكورة وقتها واللي هو حرب الدهشوري تشددوا ودولوا سنة وتقريبا قضوا على سامير كمونة وعلاقته وقتها لأنه من بعدها مستوى ما رجعش ديه لأنه كان فيه لاحة بتقول كده أو هكذا قالوا وقتها وقد يستحق شد وقد يستحق عشر مطشاط لكن غير اللايحة نص على كده في اللايحة إنما كل البهوات بتوع الأندية اللي بيعترضوا واللي إعلامهم بيتكلم هم ماضين على اللايحة قبل بداية الموسم خلاص خل الممارسة أفرزت إن سلوك زي كده يستحق إيقاف سنة اللي يعمل وياخد سنة عدل اللايحة بس عدل اللايحة ونص عليها أما وإن اللايحة موجودة فلا عقوبة إلا بنص وأنا جبت لك وقع في الملعب بالضبط هنجبها لهم ده ما يخص عقوبة ده لأنه ده منصوص عليها يعني عمر حسين لما الشرباجة الله يرحمه حاب يطلب اللايحة بعت له اللايحة وبعت له التقرير فقال لك خلاص أنتوا بتتكلموا في إيه عايزين تتشددوا غيروا اللايحة لكن في قوله باطل بقى اللي قاله أخونا أحمد الخضري ما يخص لجوء الأهل للقضاء وهنا مرة تانية وثالثة وعشرة الأهل راح القضاء مرتين مرة في أزمة عبدالله السعيد فيما يخص عقد اللاعد مع النادي الأهل ما راحش للقضاء للإداري ولا المدني راح للمحكمة الرياضية المصرية مركز التسوية وفض المنازعات الرياضية اللي بعد كده بكتير المحكمة الدسترية أوقفت العمل بيه وطلبت بوضع اللايحة جديدة بخط المسألة الإجرائية كان ينبغي أن تختر جهة ما هي لتعين يعني أنه مركز التسوية المفروض اللايحة بتاعته تعتمد من جهة الاختصاص جهة الاختصاص هنا لجنة الفتوى والتشريح في مجلس النواب يعني قالت المحكمة الدسترية للحكومة قدم مشروع للمجلس النواب بلايحة مركز التسوية والتحكيم الرياضي علشان تعتمد مش تعني في الموضوع لكن اللجنة الإجرائية مش هي اللي تحط لايحة هذا المركز إذن لغاية لما توقف مركز التسوية كان الأهل لجاء له وده حق قانوني طبيعي صحي بالعكس الفيفا بيقول لك روح للمحكمة دي أنت عشان تستكمل التشريع المؤسسة التشريع الرياضي بتاعك لازم أن يبقى عندك مركز التسوية هو ده المسار أنت روحت في المسار الصح ما خرقتوش وخدت الحكم منه وخدت الحكم منه النقطة التانية لاحة النظام الأساسي بتاعت اتحاد الكرة اللي اعتمدها الفيفا قالت أنه لجنة الانضباط ولجنة التظلمات ولجنة اللجان القانونية في الاتحاد يجد أن تكون منتخبة من الجمعية العمومية اتحاد الكرة خالف الليحة دي وعين السادة المستشارين أعضاء لجنة الانضباط النادي الأهلي فتح الليحة طب لو فيه حاجة في الليحة دي يا جماعة اتطبقت غلط نروح لمين فلقى الليحة نفسها بتقوله روح للقضاء الإداري يعني الأهلي مش خالف الليحة جنفس الليحة بصوا الصورة اللي هتتلوها على الشاشة دي لايحة النظام الأساسي قالت في الجهات القضاء يعني لما هتلجأ لجهات القضاء جهات القضاء العادي والإداري التي تختص ياريت نشوف بس اللايحة جهات القضاء العادي والإداري التي تختص بنظر المنازعات القضائية وفق اختصاصاته دي المادة 28 بتاعت اتحاد الكرة اللي بتحذر اللجوء للقضاء 38 38 اللي بتحذر اللجوء للقضاء وبتقول انه بيحذر على اي لا يجوز للأنداء والمسؤولين وعناصر اللعبة اللجوء لأي من المحاكم القضائية والإدارية لحل النزاع الرياضي يتعلق بكرة القدم يعني اللي ضربوا بعض في الملعب دول ده نزاع يتعلق بكرة القدم ما كانوش بيتخانوا على شائعة بيشتروها ده دي اللي بتحذر اللجوء للقضاء لكنه لاحظ النظام الأساسي بقى البند اللي بعدين مهم جدا أستاذ إبراهيم يختص المجلس دون غيره بتفسير أي من المواد هذه اللي احب هو اللي يفاصل في حالة الخلاف على تفسير وذلك بعد تقديم مذكرة يعني قالت انه مجلس جمال علام كمجلس إدارة الاتحاد هو اللي يختص يقولك روح اليابة لا بالضبط فعشان كده هو مبارح يستخدم حق القانوني هل أنت أستاذنتم وأحل الانضباط لكن اللي أنا بقوله لكم بقى اللاحة بتاعة النظام الأساسي بتاعة اتحاد الكرة كمان فيما يخص تحديد جهات القضاء اللي النادي الأهل رح لها جهات القضاء جهات القضاء العادي والإداري التي تختص بنظر المنازعات القضائية وفق اختصاصها شايفينها؟ شايف عم أحمد الخضري هذه جهات القضاء جهات القضاء العادي والإداري يعني لما يكون في حاجة في هذه اللايحة مش عجباك وفق الاختصاصها وروح للقضاء العادي أو الإداري وإلا هتروح لمين؟ فالنادي الأهل عمل إيه؟ لما لقى اتحاد الكرة شكل لجنة الانضباط بالتعيين مش بالانتخاب رح رايح فتح اللايحة أروح لمين؟ لا اللايحة بتقوله رح للقضاء الإداري رح رايح للقضاء الإداري يقول لهم لو سمحتوا أنا عضو جمعية اتحاد الكرة وفي مخالفة لللايحة قد نصها في الوقت ده اتحاد الكرة أستاذ جمال علام اتصل بالكابتن محمود الخطيب والسيد الوزير اتصل بالكابتن محمود الخطيب وطلبوا النادي الأهلي يسحب شكواه وقالوا أنه في أقرب جمعية عمومية اتحاد الكرة هيعرض على الجمعية العمومية التشكيل الجديد للجنة الانضباط والجنة القانونية عشان يصوب هذا الخط سحب الأهلي شكواه بناء على هذا التدخل ووعد بالتصحيح قادي سبب لجوء الأهلي في الواقعتين هديتك مش شعر بيت؟ اه اللجنة الولمبية الدولية عملت هي التحكيم لجأ كما ينص الدستور وكما يتنص اللواعي بتاعت الاتحاد الدولي ايه واللي بتقولك روح لها ايه دون غيرها ايه فانت روحت هي اتحلت ليه؟ اه اتحلت ليه؟ وتحلت بمين؟ مين اللي خد القرار الحال؟ اه مين؟ القضاء العادي ايه الاداري اه ليه؟ لقين فيه خطأ في الإجراءات نفس الشيء لما الأهلي احتاج على تكوين لجنة اه بالخطأ اللجنة بمفروض المنتخب عينتها فانت روحت لجأة الإدارية ها مين اللي حيقول ان اللجنة دي صحة ولا غلط؟ ده على غرار اللجنة الإولمبية طالما ان فيه خطأ في الإجراءات كان ينتظر ان يزد القرار بعدم قانونية هذه اللجنة ايه ولكن حرصا على مصلحة الكرة المصرية وبناء على رغبة من المسؤولين رضيين الكبار في مصر وبيوعد انه سيتم التصحيح وفي أقرب جمعية عمومية بانتخاب لجنة منتخبة اسحبوا شاكوتكم وقضيتكم وإحنا هتصلح الموضع واستجابة الأهلي هذا ما هو يعدس الآل انت خرجت عن الناس وروحت للنيابة للنيابة لسه على فكرة فيش قضية لسه النيابة جاءت تحقيق يعني انيابة قد تحفظ وقد تبرر وقد تحيل وقد تحيل وقد تكتفي مثلا بقرار انما المصار انت رحت هي حيروح يقول أسمامه ما هو مع محميل لجنة الانضباط تبقى للوحدي هتاخد قرارها أنا عايزك بقى تكمل انت وضحت خلاص سيد أحمد الخضري يعني الكلام العطيف الانفعال اللي قاله وأنا ما شفتوش منفعلا حتى فيه قضايا تخص ناد زمال بايزا الأمر ولكنه يعني كان ننتظر الفكرة مش كلها انك انت لعب تجيب حقه انت عايش تقضي على لعب آخر ايوة ولا في دماغهم لان اللعب جاب حقه بالاعتذار جاب حقه بالغرامة اللي فرضت على المخطئ جاب حقه بالإيقاف بإيدانة النادي بتاعه له وغرامته وإيقافه من قبل الاتحاد والرأي العام أدان والاعتذار الشخصي والعلني المتكرت من اللعب حقه قاله لكن انت ده مش حقه هو المقصود الشحات المقصود ازاي انا اوقف اللعب في النادي اللي قال لي بس هو ده مربط الكلام يا جماعة وعشان كده توالت البرع وحيعتبروه انتصار شخصي ليهم مش للشيبة ايوة هو دليل على كده ان يتم احتضانه من النقاط يعني انت بتعمل ايه دلوقتي احنا عاديين بنعمل ايه بنوضح بايه بالحقيقة والمادة بتلجأ الى نصوص لائحية وقانونية وتؤصلها الى نص دستوري ايه مش بتتكلم بوجهة نظر ارتجالي اه كل اللي تكلمه دول وجهة نظر يعني هتجد ان اللي استاذ هاني هتحوت اذا كان ما قرأته هنطلع لفاصل بعد الفاصل هتشوف كلام هاني هتحوت وكلام ابراهيم عبد الجواد في هذه القضية لانه كمان كلام مهم يحتاج توقف عنده طيب باش مندس دنيا واضحة لا كنا بنعلق بس على حاجة ايه قبل ما نرفل ان انت ان انت وانت تتناول هزا الامر انت مش واخدها بوجهات نظر وبتشوف مصلحة الاهلي فين انت بتؤثر الامر الى نصوص لائحية وقانونية تسند الى نصوص دستورية اللي عايز نقشنا نقشنا كده اللي عايز نقش اي امر قانوني نقشه كده لكن انطباعات وبتاع لدرجة ان الناس يعني وإحنا قلنا على الحتة دي هو الشحاد طالب يا زيدي ممكن الشحادة موضوع يخطه اذا كان استدعى حد للشهادة او مش للشهادة استكمال اقوال اه ده مسألة المحامي هو ده من ناحية جرائية يتمسك بيها ما يتمسكش بيه ده قراره هو ولو الموضوع ده توقف عند هذا الحد ممكن ما 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 جيش هو مش رغبة من الشحاد في استدراج مسؤولين خالص امام النيابة بالعكس خالص هو يمكن يمكن استكمال شكل الدفاع يمكن كل اللي في زينوم ان يا جماعة هو ينفع حد يروح يعني يمكن كان عايزين التأكيد على هذا المعنى وقد حدث الله أعلم ايه الاجراء اللي جاي انا مش عايز اصدر على حق على حق حد في في هذا المصار لكن في كل الاحوال طالما ان احنا بنقول ان لن يابة ولا القضاء العادي المفروض يبحثوا هذا الامر وان ده امر منوض به التنظيمات الداخلية في الاتحاد يبقى مجرر الموضوع ده ما انتهى خلصة الليلة دي دي مش بتاعتنا لكن الحرص على ان يدار لاعب في النادي الاه هو ده الفرصة والاناها الناس مش متضايقة من الواقع خال بدلين صاحبها سافر والصالح وسافر واستودعية عشان يكتب البلاغ فانا اتمنى الخطورة بقى استاذ ابراهيم العبث زيما اتح تسبت دلوقتي طب انا حقول لك هاتلي بقى الوقا الوقا اللي انت هتستند لي عشان نعلق مرة واحدة طيب الزميل هاني هتحود طلع مبارح بيتكلم على انه ليه اتحاد الكرة سيكت طوال الفترة دية وانا الحقيقة قد افهم انه فيه سبب انحياز للقيم والنظام والاخلاق في الملاعب يخلي اي اعلامي يتحدث عن وجوب توقيع اقصى العقوبات الفورية الفورية اتحاد الكرة سيكت ليه دي المفترض يسأل عنه اتحاد الكرة لانه دخل كمان في كذا حاجة والله كان مسافر وبطولة وبطولة فبطولة فمبرر التأخير دي عند اتحاد الكرة لكن مين قال ان عام الحسين اتأخر ما ادرت المسابقات خادت القرار بعد المبارة بيوم او يومين زي اي عقوبة لكن لهاني حتحوت والكل الناس اللي اندهشت من تأخر صدور قرار نفسي اعرف رأيهم في عقوبة اعلنت ولم تطبق عقوبة دونجة لعب الزمالك هفكركم في شهر سبعة المواقع طلعت تتكلم على انه السيد المستشار رئيس لجنة الانضباط قال ان احنا سلمنا اتحاد الكرة وكان قبل الوقفة بيوم العقوبة بتاعت دونجة وتم تسريب ان هي ايقاف اربع مطشات على ما اذكر ياريت بس تشوفوا الصورة بتاعت المواقع اللي نشر اتباعا نشر اتباعا هذه العقوبة نقلا عن رئيس لجنة الانضباط تعرفوا انه حتى الان محدش تكلم العقوبة دي تم فيها ايه كان السلوك خادش جدا للحياة اسمها احتفال ومعزيز وبهدف محدش كل دعاة القيم والفضيلة والاخلاق سأل او حتى اللي بيطالبوا بانضباط السلوكيات في الملاعب اتفرجوا اتحاد الكرة يدرس تجميد عقوبة دونجة لجنة الانضباط شوف الكلام ده في يوليو اللي فات يا جماعة هاتوا غيرها كل المواقع مفاجأة لجنة الانضباط تعاقب بشأن احتفال الخادش ده اعلان العقوبة محدش من الزملة قال هي فين العقوبة دي ولا على اي اساس تم تجميدها ولا على ليه الغيات ولا الفعل الخادش في الفعل الخادش يعني على فكرة ممكن اجيب لكو رش كل المواقع حتى المواقع الصحف القومية الاخبار والاهرام وكل الصحف نشرت عاشا استانت ان العقوبة اعلنت ولم تطبق ولم ترغى ولم يصدر بشأنها اي شي ولم يعلق هؤلاء النقاط اللي مدين او دلوقتي على حسين الشحات انا حاسق السؤال اه يعني هم زعلانين ليه دلوقتي طب الاهلي عايز تفيد من اعلانها دلوقتي بالذات ايه هل الشحات في المنتخب هم وهم عايزين يستبعدوه الرجل مش المنتخب ماذا سيستفيد الشحات النهاردة من اعلانها النهاردة انا يعني لو كنت اعلنت هم وراحين كسل عالم للأندية كنت عايزين عشان الشحات يلعب كسل العالم للأندية وراح وليع وليع وانتوا يعني ايه الاخل الخط ده هتجدوا قالوا الخضرين ايش معنى دلالة وقالوا حتحوت ما حقولك انا هم عايزين ايه واذا كان حتحوت انا ما سمعتوش لكن هستند الا اللي انت قلته انا بس قريت انه قال حاجة تانية انه مداي وغضبان وزعلان من 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 اللي طلع دلوقتي مش بس من فكرة من فكرة الفكرة اللي استدعاء انا ما عارش هو قال كده ولا لأ لكن لو قال كده تبقى برضو غريبة جدا لو قال فكرة التوقيت اغرب ايه علاقة ان الاستاء عشان التوقيت اللي هو يمثلك ايه التوقيت يعني بس انا حاولك يمثل لهم ايه دلوقتي التالت الاساس ابراهيم عبدالجوال اي بعد ما تتناول حجوبك على الحطة دي طب نشوف الزميل ابراهيم عبدالجوال في مثل مصري كده جميل جدا يقولك ايه اه هم يدحك وهم يبكي بس ان انت تلاقي موقف يدحك ويبكي في نفس التوقيت دي ما شفتهاش قبل كده يعني الكلام اللي كان لسه بيقوله سوز محمود شوقي بتاع او الخاص بالقرار اتحاد الكورة باحالة محمد الشيبي لجنة الانضباط لانه خلف لوائح اتحاد الكورة ولواح الفيفا بتوجهه للمحاكم المدنية دي حاجة 2023 تحديدا 24 سبعة 4 ديسمبر الشحات تم استدعاقه للنيابة الاهل يتقدم بخطاب وشكوى امتى 7 ديسمبر احنا النهاردة كام احنا النهاردة 3 يناير 3 واحد يعني فات شهر من ساعة لما الاهل يتقدم بشكوى ده في حالة ان المسؤولين في التحاد الكورة مش عارفين بان الشي بتقدم ببلغ النيابة بس هم اكيد عارفين لان هم استدعوا الشحات او النيابة استدعى الشحات يوم 4 ديسمبر فاكيد عرفوا لما نقعد شهر شهر كامل عشان ندرس القرار وانحاولوا لجنة الانضباط يا جماعة كفاية 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 وحرام عليكم أستاذ إبراهيم يعني قال هم يدحك وهم يبكي أنا مش هم ايه اللي يدحك في استدعاء استدعاء الشي بلجنة الانضباط عشان تنقشه في هذا الأمر ودي حاجة دحك يعني لجنة الانضباط تقدم لها شكوى ان في حد خالف الليحة ولا جاء الى القضاء العادي مش للقضاء العادي لا جاء الى النيابة استدعته عشان تنقشه في هذا الأمر مبدئين انا مش رأي فيه عاجة دحك طبعا وانا بنقشه انا بشكل هادي وموضوعي اللي يبكي بقى ان الوقت اللي خدته ممكن انا ينقش طبعا ممكن ابكي معاه في هذا الأمر لان الحقيقة احنا بنحضر عفريت ما بنعرفش نصرف ولو اني مش مش شايف ان التوقيت له دلالة الا اذا كنت عايس اضخم هذا الأمر عشان تروح مصرر بخبر غير حقيقي يا سيد ابراهيم ان الاتحاد المغربي مستقمن توقيت صدور هذا الاسدح هنجي للجزئة المغربية لان دي هي لب الموضوع وهنا اذا صح هذا الأمر يبقى احنا يا جماعة ولا ندرس التاريخ ولا جغرافي طيب بنكرر تكريس العداء بين دولتين كرويا كرويا كما حدث بين مصر والمغرب والجزائر اللي حيدلك على صحة هذا الكلام الاسبتات التي ستنفرد بها الآن وابقوا معنا عشان هتشوفوا حاجة من المغرب بترد على فكرة يا جماعة ردا على الجزئية بتاعت برهيم عبد الجواد فيما يتعلق بتأخر اتحاد الكرة في الرد على مخالفة الشيبي في لجوء للنيابة او للقضاء لو ان هناك طرفا يلام على عدم التدخل طوال هذه الفترة قبل اتحاد الكرة هي لجنة الانضباط وهقول لكم ليه لجنة الانضباط بكل ما فيها من قامات قانونية وقضائية كبيرة قالت من البداية من بداية عملها ان هي هتنظر في كل حاجة يخالف النظام والاخلاق واللاحة والقانون وان هي قد لا تنتظر ان يحال اليها اي شيء وفي عقوبة دونجا لعب الزمالك اخدت العقوبة اللي اعلنت عنها على لسان السيد رئيسها دون انتظار او تحقيق او استدعاء وبانت ان هي منحازة لمحاربة سلوك خادش بهذا الشكل طيب الشيبي خالف نظام اتحاد الكرة خالف لايحة اتحاد الكرة وارتكب خطأ وارتكب خطأ من الناحية القانونية مخالفة كان الادرة والاحرى والاحق بمسائلته لحظتها هي لجنة الانضباط لان هي القيم على الوضع القانوني في الكرة الاتحاد الكرة لما يجي له جواب النادي الاهلي كان عليه السرعة بالرد لكن اللي كان المفروض لا ينتظر جواب من الاهلي ولا ينتظر احالة من اتحاد الكرة هي لجنة الانضباط لان هي القائم على تطبيق القانون في اللايحة وعلى الناحة القانونية في المنظومة كانت بقول لكم هي بدرت بعقوبة دونجة في شهر يوليو اللي فات ومعرفش برضو على اي اساس قبلوا ان العقوبة اللي هم اعلنوا عنها لا تطبق ولا يعلن عنها شيء بدون استئناب بدون اي حاجة يعني محدش خلاص يعني بضع اتلاف اهل هوا برضو ما عرفش ده ازاي قبل لكن خلاص كل حد هو حر لكن الجهة اللي كانت المفروض لعمر حسين ولا جمال علام قبل منهم لجنة الانضباط ايوة ورغم كده فيه شاكوة بقال لشهر لكن الاتحاد يسأل عنه لما يجيله الشاكوة كان عليه ان يسارع يقول للاهل مش من حقك تشتك قد يكون ده رد يعني او يقول له احلناها لجنة وعلى فكرة يقدر اتحاد الكرة انه ما اخدش عقوبة ضد الشيبي لانه كان مقترح انه يبعد جواب لبيرامدز يقول له اللاعب بتاعك خالف اللاحة كذا كذا عليه مطالبته كذا هم محبوش يدسوا انفهم في الناحية القانونية وقال له خلاص تروح لجنة الانضباط ولجنة الانضباط تقول رأيها القانوني هنا ده ردن على الزميل ابراهيم عبد الجواد واندهاشه انه التأخير غلط لكن الاحرى بالتدخل كان السادة مسؤولي لجنة الانضباط ابراهيم عبد الجواد تكمل في السياق نشوفه كفاية وحرام عليكم لان ده واحد من اهم اسباب التعصب اللي احنا موجودين فيه تقول لي يا عم ايه ايه علاقة الدب ده هتحط ابو قرش على ابو قرشين ليه لا هي ليه علاقة بكده ليه لانه شوف الشيبي وشوف كهرابة لما بتحط مصطرة واحدة في العقوبة هنريح كل لكن انت دلوقتي جاي بتقول هنحيل الشيبي لجنة الانضباط والشيبي راح تم استدعاقه المنتخب المغرب في قيمة كاس الأمم طب هتعمل هتعمل ايه مع لجنة الانضباط ما هو لجنة الانضباط حاجة من اثنين يا اما هتستعيد جلس تستماعي هتستعيد جلس تستماعي ازاي وهو راح كاس الأمم يا اما هتوقفه فلو وقفته هتبلغ القرار للفيفا فهتوقفه فهل بقى مش هيشارك مع مع المغرب في كاس الأمم لعبكة وبزربيت عمال يحصل نتيجة ايه بقى ان الفترة دي كلها كانوا بيحاولوا يعملوا قعدة صلح يا جماعة اعرفنا يا جماعة مش كده قعدة صلح ايه في 2024 فيه لايحة طبقها فيه عقوبة افرضها طب لو وقفته هتعمل ايه بقى مع الاتحاد المغربي وخش بقى في قصص وخش في دانيا وممكن تعمل ازمة ما بين بلدين وبين اتحادين ليه عشان انت اتأخرتوا وتعملش القواعد طب ده الهم اللي يبكي الهم اللي يدحك بقى ايه القرار ده اتعلم بشكل رسمي لا تم ارساله لبيرامدز لا طب عرفنا ازاي ونزل على المواقع ازاي المركز الاعلامي لاتحاد الكرة المصري بعته ومرره المواقع قسما بالله عبس عبس طب ازيدك من شعر بيت لجنة الانضباط نفسها حتى هذه اللحظة اللي انا بكلم حضراتكم فيها لم يتم ارسال الخطاب ليه حتى الان يعني قارط لما اتحد الكرة لسه مرحش لجنة الانضباط فجماعة يعني رجاء 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 نفسنا نشوف بلدنا في الكرة بتروح لحتة مختلفة ومش هتروح لحتة مختلفة غير لما يكون فيه لوائح وقواعد تتطبق على الكبير قبل الصغير قاعدت صرح ديه في البيت على القهوة مش في لوائح وقواعد يا رب الكلام ده يوصل لحد ويعمله لان بجد 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 كفاية يعني استاذ إبراهيم بيتكلم على بعض الإجراءات ما تمتش واذا كان ده حصل عنده حق في يعني اندهاش وكفاية وأنا بقول كفاية بتسوى منفعل شوية يعني الموضوع يعني شوفوا يا جماعة حاجة حاجة بات لكن المصدرة الواحدة كان يجب أن يعني انت تكلمت على فين عقوبة كهرباء حيال ما صدر منه مع جماهير الأهلي فيه إساءة مغلفة فيها إحاء للزمالك ساعة ما جاب الجود ما انت ما جبتش سيرة خالص ما حدث من الكابتل الشيكبالة مع جماهير الزمالك فيه ما حدث من إساءة واضحة باللفظ الصريح باللفظ والحركة بحركة وإشارة ومرة للجازمة ومرة بإشارة خادشة جدا يعني أنت بتستند إن ده اللي بزيد التعصب وتغفل نموذج آخر هذه في حد ذات بتسير التعصب ومع هذا ومع هذا هنمشي مع الطرح الموضوعي لإن إحنا في الآخر بنطلب نفس الشيء مع اختلاف إن إحنا كلنا عايزين نظاموا الدنيا بقى عشان مش كل واحد يفصل على مزايا الجزئية الخاصة باستدعاء كهرباء وكهرباء يعني لدى البعض مطلوب حياً أو ميتاً كهرباء كهرباء هتف مع جمهور الأهلي يعني ما راحش قدام جمهور الزمالك هتف هتف فصر إن ده خطأ وده خطأ برضو لأنه لا يدافع عن خطأ بس هو هل مرت صنيعة كهرباء وفعلته مرت دون عقاب برضو بيتكلموا ومش واخدين بالهم إنه توقف ست مطشاط توقف ست مطشاط على لفظه مؤول خطأ في تأويله يباني أنه خطأ جدا ونسب إنه ده استفزاز لجمهور الزمالك اللي هي كانت في الناحية التانية ماشي كان وقتها مرتضى منصور وكهرباء ومطلوب حياً أو ميتاً كهرباء ليكن بس ما تغفلوش إن كهرباء اتعاقد وأرجوكو وحيات الأخلاق وحيات الغد اللي بقيت نعحة قوي بالطالب بالأخلاق سكدتوا ليه على عقوب الدنجة اللي صدر فيها قرار ولم ينفذ ولم يعقب عليه ولم يحفظ ولم يسأل عنه أحد خالص مع أننا زي ما المهندس عادل قال إحنا اللي بنطالب إنه مصطرة الانضباط تكون شديدة وموحدة على الكل لكن غيروا اللايحة وتعفين من هذا الجدل غيروا اللايحة لكن فكرة إنك أنت هو عشان الأهل يهدد الناس اتحركت لا الأهل ما هددتش الأهل بعد جواب يطالب بحق قانوني لأنه عنده لعب محترف عرضة لمسائلة جنائية في واقعه هو أوكي اتعاقب عليها يعني كهرباء أوكي حسين الشحات اتعاقب أنتو برضو بتتكلموا أنتو عايزين تقضوا على حسين الشحات لا كافل نصف مليون جنيه ولا كافل إيقاف ولا كافل غرامة ولا كافل اعتذار على الملأ ولا تقبيل الرأس ولا اعتذار حتى الشيبي على اللي عمله لأنه قال له خلاص حج أمك فج رأسي لأنه قال له انت طول المباراة ما لتشكمني بأمي وبزوجتي قادر خطأه وقال له كده كل ده ما حدش بيقف عنده لأنه المطلوب حسين الشحات زي ما كان المطلوب كهرباء أما بقى الزج بالأخوة في المغرب لقيت بعض المواقع هنا أنه استياء عارم في المغرب وأنه فوزي لقجع قال وعاد وسوى بسائل اتحاد المصري انتو كده متعمدين تهزوا للمنتخب المغربي قبل كاس الأمم وكلام مجعلص كبير قوي كلمت أصدقاء في المغرب وحقول لكم يعني منصف اليسجي راجل إعلامي دكتور مسؤول قال لي عمه هو فوزي لقجع يعني متاح للتداول كده بسهولة أولا ده راجل في المغرب أمين الخزانة العامة يعني وزير المالية عنده مسؤوليات كبيرة قال لي ولا يمكن بتكوينه ومسؤولياته يدخل نفسه الطرف في حاجة تخص الاتحاد المصري خدوا بالكم في المغرب المسألة متهيكلة صح قال لك ده شأن مصري اللاعب مغربي آه بس ده شأن مصري شأن يخص الاتحاد المصري فلا يمكن انه يسمح به قال لي لا صرح ولا الإعلام المغربي خد منه تصريح ولا الإعلام المغربي مهتم باللي انتو بتقوله ده خالص بل زاد منصف اليسجي على ده على حجم التأدير اللي عندهم للنادي الاهلي قال لي تعرف أنا كنت مستضيف نجم المغرب واللاعب القديم فيه عزوز بالفايدة عزوز بالفايدة ده كان لعب في نادي الجيش الملك المغربي ما بين سنة 58 ل67 دي صوره منصف اليسجي مع الكابتن عزوز بالفايدة وحتشوفو له ده الكاس بتاع أمم أفريقيا اللي خدوه في 69 في أسيوبيا دول لما سفروا من القاهرة لأسيوبيا لأنه المنتخب المغربي وهو يشارك في كاس الأمم في أسيوبيا 76 عمل معسكر في القاهرة فالكاتب العام للجامعة الملكية اللي هو الأمين السندوق المهدي بالمجدوب قال لك أحسن حاجة نعسكر في مصر دول بعد ما رجع بكاس الأمم وقتها نعسكر في مصر علشان المناخ قريب من أسيوبيا والمسافة قريبة وكان الاتحاد المغربي بيمر بضائقة مالية شديدة تعرفوا أنه حتشوف الفيديو ده الأستاذ أو الكابتن عزوز بالفايدة بيحكي المنصف الياسجي اللي عملوا النادي الأهلي للمنتخب المغربي سنة 76 في القاهرة شوفوه تيجي الحادات الجميل جدا هو كأسي فريقيا في 76 في إيتيوبيا فبعض الحاج السيدزوج كان حاضر كان حاضر لهاد المناسبة هذه دجرتنا بين 20 فبراير و 14 مارس صفية كل هذا صفية المغربي مع غامبيا مع السينيغال مع غانا وتأهل كأسي فريقيا لتاني مرة في تاريخه وتأهلنا 72 وتأهلنا دبقا هادي نتعلكو بدافلك ستوسمين لعبنا البرمير تور و كاليفنا الدوزيان هادي في نصف إيتيوبيا ايييي أنا دول عدت كله ورغير تسخيات ومشيتوا بمجموعتي فيها أحردان الشريف بابا قلاوة المهدي السميري هزاز سمط تازي قزار الزهراوي فاراس عسيلة ضرمي أبو علي هادي 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 مجموع علي مشات مشيتوا تمتماك أنا عبد لي هنا تأهلتوا كيفاش قدرتوا التربارات كيفاش سافرتوا درتوا لإسكال كده 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 إلى أخير ندور معي الموتوب زيان نبدكير رجالك السي شوية مبع مورا كنا مبع مورا كن هل يمشو المدريب معكم دا كل وقت ما كنش الفلوس المدريب سليماني رئيس سليماني سليماني نعم كان سليماني نعم سليماني ما لدينا الفلوس ما لدينا ما لدينا ما لدينا المسرى الحرارة التقص نسع الشباب إثيوبي وخليب إثيوبي مشينا طلّفنا لك الأهلي أهلي أعطونا التيران معنا لا كار أنا وقت كان خمسان ساعد أربعان تاكسي كان نقول الوقت يجي عندي باش ترجعنا ولكش اللي كان يومي كانوا أعطونا كل شي هما خلق دوش الفينوار ذا كل أهلي ما تدخل التيران حتى تدخلص الجورنال جورنال يومي راستوران كيل بايسين كاين اذا كشيز عمال استفسبين كنا تتكلم معك الأهلي اذا كشيز عمال شيء كان من خرج باشي مصريين وفي الأخب مطحو معنا مطحو معنا مطحو معنا محيش محيش يعني الكلام هنا شوف امتداد جزور الود والمحبة والتقدير لسنة ستة وسبعين يعني بالصدفة أنا كنت عدو مجلس قدارها وقتها في النادي القائل فهذا الكلام لحد النهاردة الراجل بيتذكره هو نجم كبير جدا وبيقولك النادي القائل يفتح لنا المطاعم لدرجة بيقولك أنا كنت بشتري الجريدة مجلة الأهلي وأنا داخل على النادي الأهلي في المطاعم والمسابح يعني حمام السباحة وكل الملعب التدريب وقتح لنا كل حاجة مجانا كل المرافق طبعا مؤكد يعني زي ما قال كده مجانا وهذا دور بيلعابه الأهلي بالصمرار هذا الودة الذي يريد البعض يعني يعبث فيه في كل مناسبة متضيقين قوي شمعنا التوقيت شمعنا شمعنا مال والتوقيت التوقيت اتأخر إحنا ضد تأخير أي قرار لكن ماذا استفاد النادي الأهلي من هذا التأخير من تأخر هذا التأخير اللي كان يحتاج بعد بها بيتردى عليك ده الأهلي استعجل أكتر من مرة عملتوا في الشكوى بتاعتنا أكتر من مرة ولما الاتحاد طبعا تعامل بالجدية في هذه الشكوى والدراسة انتهت لا ينبغي اللجوء إلى ما الدراسة يعني إيه بتدرس بكل جوانبها مع لايحة اتحاد الدولي القوانين بتاعتك الدستور زي ما انت قلت كل اللي انت قلت ده مؤكد كان أمام أشواء القانوني في اتحاد القراء اللي هو قالوا لهم لا ينبغي أن يسأل في لجنة انضباط حيسأل فيه ما نشوف هتصفر عن ايه لكن موضوعناك عايز تأخد الموضوع في سكة غمضة وش معنى وهذا الانفعال اللي بتكلم أحمد وخدر عمر بشوفت بتكلم كده هذا الانفعال كابتن بريم منفاعل جدا طبعا رغم أننا اتفاقت واختلفت معاه بعض الأمور مش بهذا الانفعال كابتن هاني طبعا أكتر واحد زعلان منه لأن هاني مهنيا بيعمل الشغل بقى اللي انت بتعمله ده بيجيب اللوايح بيفصص بيرد بيعمل التعليق غامض الله أعلم منسوب إليه ولا قاله أنا معرفش فأنا أنا بس كل اللي عايزه ما ناخدش الموضوع في سكة ملهاش لازمة خليها هنا في مصر مع بعضينا ها ونشوف هل المقصود القضاء على لاعب في النادي الآلي هتبقى سابقة لأنه هيحصل ترصد ها وكل واحد هيستضل التاني وأنا بقولك يعني يا ريت تذكرنا كان الإعداد جاب لنا اللقطة بتاعة ماشر الإسماعيل والآلي والصف على الخدهاني على وجهه نفس الكلام أنا عايز أقول لك ساعتما لعبت لها ليه اللي حاشت وحجزت وعملت وانتهى الموضوع خلاص مش عايزين نكبر الأمور الدنيا مش مش مستحملة سخونة وتوتر أكتر من كده في مجال كرة الخدم فلنتنافس في الملعب يا جماعة إنما شغل بقى إن ويطلع لك حد ينسب حديث للدكتور عمار فايزة التوقيت بطولاتي اللي قال لي مش عارف بإيه والتاني يقول لك إيه كلام كله مرضو ترد عليه ألف مرة حاجة زهق فعلا لكن أسكت مش طلع أن الصفر هو كمان أكبر من الدسعة بعد الفاصل ما تخافش على الأهل طول ما الأهل مش عايز إلا النظام والصحة والقانون والحق لو فيه أي حاجة لأي ملحوظة على اللي احنا بنقوله وفقا للسلد والنظام قلوه وقال إبراهيم عبد الجواد قال إنه التحال وده على فكرة إبراهيم كان بيتكلم مبارح يعني بعد ساعتين ولا حاجة من صدور القرار فالمسألة عصو الجواب ما راحش يقرار لجنة الانضباط هو دي إحالة داخل أروقة الاتحاد هم أحرار فيها لكن الأهل ما أخترش لا الأهل أختر بيرامدز ما أخترش لا بيرامدز أختر وحقول لكم دلوقتي الجواب اللي راح إدارة نادي بيرامدز من اتحاد الكرة بشأن هذه الواقعة وبشأن المذكرة المخدمة من النادي الأهلي سيد الأستاذ مندو عيد المدير التنفيذي لنادي بيرامدز تحية طيبة وبعد بناء على الشكوى المقدمة من النادي الأهلي بشأن وقعة قيام اللاعب محمد الشيبي بتقديم بلاغ للنيابة العامة ضد اللاعب حسين الشحات للخلافة الذي حدث بينهما في مباراة النادي الأهلي ونادي بيرامدز في تاريخ 23-27-23 اللي ديكم شايفينه على الشاشة نود إحاطة سياداتكم أنه بناء على تقرير مرائب المباراة فقد تم توقيع عقوبة على اللاعب حسين الشحات من قبل لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة صاحبة الإختصاص في توقيع العقوبات المتعلقة بالأحداث التي تقع أثناء المباراة وتم تأييد هذه العقوبة من قبل لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم وبيقول الجواب من اتحاد الكرة لبيرامدز أما عن وقاعة تقديم بلاغ للنيابة العامة من اللاعب محمد الشيبي بشأن هذه الأحداث فهو مخالفة صريحة للائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم ولائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا باعتبار أن الأحداث متعلقة بالمباراة وهذا ما ورد بتقرير مرائب المباراة وتم التعامل معها وفقا لللوائح المحددة لذلك وبيقول الاتحاد الكرة في ختام خطابه إلى بيرامدز وبناء على ما تقدم فقد تم إحالة اللاعب إلى لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم لاتخاذ ما تراه مناسبا تبقى لللوائح المطبقة في هذا الشعر ده وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة يا أستاذ إبراهيم أن هذا الخطاب بهذه الصيغة هي صيغة محترفة جدا لخص الموضوع ورد على كل حاجة القانونية وعدم القانونية والتواريخ وتسلسل الوقع والأحداث والتقارير قدمت من مين وفين والحادثة في المباراة والله براء كل الأسئلة التي كانت تطرح بانفعال بالأمس من البعض على وسائل الإعلامية المختلفة أو المنابل الإعلامية المختلفة هذا الخطاب بهذه الصيغة أعتقد أن نرد عليهم جميعا وتأتي يأتي إعلانك اليوم عن هذا الخطاب ليرد هم إزاي بيعلنوا وما أخطروش الأطراف المختصة إذن كل الأطراف وبعدين الاتعاد كاتب في مخالفة صريحة لوائح الاتعاد ولوائح الاتحاد الدول ماذا يمكن أن يقال في هذا الأمر هو ما هو المطلوب تبقى نقطة بس شمعنا دلوقت على فكرة شمعنا دلوقت لأنه هو اللعب مش هيتم استدعاه للجنة الانضباط إلا بعد ما يرجع يعني مش هيقولونه سيب الكاس لهم متعالة مؤكد يعني يعني حتى الجيم كده مش هتعرفوا تلعبوا بالطريقة دي والجواب على فكرة هو بيقول للشيبي إحالته للجنة الانضباط لاتخاذ ما تراه يعني لجنة الانضباط تحقق في سبب ارتكابي هذه المخالفة لللايحة يا أستاذ إبراهيم هم في ضيق إن في جهة ما نورت على حتة خطأ هذا الإجراء جهة مسؤولة في التعادل الكرة إزاي تقول الإجراء ده غلط وهو بيمس مخطط القضاء على على لاعب أي يعني تخيل أن أنت بتلعب كرة عشان زميلك تحاول تزوج به في السجن أو تحاول تقضي على مستقبله هذا مهما حصل بينكم ما توصلش الأمور كده طيب هذا ملعب في النهاية الناس منفعلة لأنه لعب صفع لعب وتاني وتالت وعاشر ما حدش هيستدرجنا لمنطقة الدفاع عن شروق خاطئ كنا أول من رفضوا وأول من أدانوا وأول من لام اللاعب على ده لكن برضو دعاة الفضيلة والأخلاق والناس كاريه الصفع وهو فعل شنيع قلتلكم أنا في رأي الشخصي بس يتبقى كل اللاعبة وكل الأندعر ما نسعد لأشهار اللي وقعت باهر محمدي وهو بيصفع محمد هاني في الملعب إيه رأيكو إيه رأيكو بس على فكرة خاد كارت أصفر خاد كارت أصفر هو وهاني وهاني هاني الأحمد الخضر هاني يمكن خاد نزار عشان ما نضربش كويس أهو أهو فضلوا هدي ألم ودي التاني ولما هاني مسكه راح زقه فوشه بالطريقة دي يعني إيده الشمال صفعه فضلوا صفع بيده الشمال ألم هاتها تاني هاتها تاني شوارب أهو هدي ألم أهو ها كيف تعامل هاني ده يعني يعني فعلا وراف عيده بيهدده هدي لك ألم تاني فرجع تاني دفعه في وشه يعني يعني التاني اللي منعه إنه لقى رامي في وشه أنا سألك سؤال يعني تعرف هو 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 الفكرة كلها هل ينفع إن لاعم الآن يصفع لاعب يصفع لاعب بس مش ينفع إن لاعب يصفع لاعب يعني هو بس اللي اللي استفزوهم وبيقولوا هو ينفع لاعب يصفع لاعب ياخد حقوبة هدي كده ده لاعب من الأهلي هو ينفع لاعب من الأهلي يصفع لاعب لكن ينفع أي لاعب يصفع من نادي الأهلي يصفع لاعب من نادي الأهلي ودي كانت عملية في نفس الموسم واخد بالا والحكم بينهما وأثناء المباراة واكتفى بالضربة المضروب كرت أصفر كرت ولم يلقى لاعب يعني أنا عايز أعرف حاجة الحاكم إدى باهر كرت أصفر ليه طيب أسألك يعني درب من غير كرة وصفع بالألم الصفع بالألم ودفع في الوش وتهديد بالألم مؤكد وانت بترفع كده برضه بتشتم يعني انت مش بتقول كده بتقول لا وكان نهضر بالتاني بس أنا بقول لك والله لأ رامي قدامه ورامي عنيف يعني لا عايز أقول لك بصرط يعني هذه الواقعة لم يعلق عليه أحد هذا لعب ما خدش يوم إقاف ده ما اضطرتش ده ما اضطرتش في الماتش ده الطرفين الصفع والمصفوع في النار خده خده إنزار طب الآيلي عمل إيه حتى هاني بربطة جأش ابتسم أنا 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 يعني بصراحة حسدته على إدوء والتزام الصفع قوية لإن لفتت وشه لفتت وش والدفع قوية لإن دفعته للخالب إلا إذا كنتوا شايفين تفسير تاني لهذه اللقطة هن بجيب لكوا كده طب وإيه رأيكم في اللي أنهى حياته ومستقبل لاعب وكسر له الحض ميدوا مع لعب الإعلاميين يعمل فيه إيه بقى اللي قاعد في بيتهم واعتذلوا الكورة ولما طلب 30 ألف جنيه لم تدفع له عشان يتعالج صح ويرجع الملعب وبطل كورة يعمل والله المصطرة الوحدة اللي تتكلموا عليها لو اتعاملت هتتعبوا جدا والله اللي يقول لك عايزين مصطرة يا جماعة أنتوا عايزيني الكورة تبقى في النيابات طب ما نروح نيابات كلنا بقى بالطريقة دي طيب ده اللي كان لازم أن يوضح بصوت والصورة على فكرة يعني لكن بعد كاس العالم للأندية ومع إعلان إمفنتينو عن ترتبات كاس العالم عشرين خمسة وعشرين اعتمد الانتحاد الدولي لكورة القدم نظام الاتحادات القرية الخاصة بتصنيفات أندية كل قرة لتحديد الأندية المستحقة للمشاركة في كاس العالم بنظامها الجديد اتنين وثلاثين نادي في أمريكا ابتداء من عشرين خمسة وعشرين وبقرار الفيفا الصفر أكبر من التسعة ليه اللي بانا الحلوة أو الأخرين بيحبوا دايماً يرددوها أنه الزمالك خد تسع ألقاب في أفريقيا عنده خمسة في دور الأبطال والسبعة أكبر من التسعة وفيه بعض السيناريوهات وبعض كتاب السيناريست أكتر من سيناريست أوحوا للأستاذ مرتدى منصور أنه يعمل يفطى بعرض الريف ويعلق ويقول بطولات الزمالك بالمش عارف الإيه والإيه مش بالمجاملة والتهمات يفط أحاطت بجدران نادي الزمالك مجلس الإدارة الجديد اللي ميسك شاف أنه ده عبث وإن لدقيه ما فشال الكلام ده كله لكن فضل ساكن مش على ليفط بس في أدمغة ناس كتيرة أنه الأهل ما استحقش نادي القرن وأنه ما فيش تصنيف وأنه ده كلام مش قانوني وأنه السبعة أكبر من التسعة والتسعة أكبر من السبعة كلام ده قضوا فيه حوالي عشرين سنة أو يزيد لأنه من أول ما إعلان نادي القرن في بداية الألفية الجديدة في ألفين وواحد بدأت بقى الراغي ده كله لغاية دلوقت لغاية ما تشالت اللي يفط العجيبة وإذا بالاتحاد الدولي يعتمد نظام الاتحاد الأفريقي اللي فضل ماشي بنفس المصطرة من سنة أربعة وتسعين لغاية اليوم إنه التصنيف قائم على المشاركات بمعنى أن أنت لما تدخل البطولة دور الأبطال أو كاسة الكؤوس قبل كده بتاخد نقطة تعد دور الستاشر تاخد نقطة تلعب دور التمانية تاخد نقطتين تروح السيمة فينال تاخد تلاتة خط البطولة تاخد أربعة حط مصطرة النقاط اللي اعتمد عليها مش الكاسات اللي محطوطين على التربيزة واللي عايزين يسوي بين كل كاس وكاس يقول لك عندي تسع واحد يوم اتنين أفرق سيوي ما بيتحسبوش على الكل المهم في الموضوع ده مش بس الأهل الأول عشان عنده أكبر عدد من النقاط ده أنت التصنيف اللي حتشوفوه دلوقتي حتكتشفوا أنه بقرار الفيفا اتضح أنه بالمفهوم والزهنية نفسها المصرية ديت أن الصفر أكبر من التسعة شايفين التصنيف اللي أعلن واعتمد من الفيفا مكتوب إيه فوق الأهل الأول 110 نقطة ماشي عدد النقاط الوداد التاني 102 ساندونز 81 الترجي 75 بلوزداد 59 بيترو أتليتكو 49 سنبا التنزاني 45 الرجاء المغربي 45 الهلال السوداني 33 حوريا كونكر 29 كايزر شيفز الجنوب أفريقي 28 والزمالك 28 طبعا الزمالك ده تصنيف أو ترتيب متأخر جدا لا يليق بقيمته أنه نهاية القرن اللي فات كان هو وصيف النادي الأهلي كنا بنقول أنه فخر الكرة المصرية أن الأول والثاني المصريين فالناس اتفرغت لرجم الأهلي والإشاعات وثابت شغلها كان يكفيهم فقط أنك تفضل تحدف على النادي الأهلي فكان أن الزمالك اللي ختم القرن اللي فات في تصنيف الكاف هو التاني النهاردة في تصنيف نفس الكاف المعتمد من الفيفا بيتراجع للمركز الاثناشر النقطة العجيبة الغريبة الكاشفة بقى في الموضوع الزمالك صاحب الألقاب التسعة في دور أبطال أفريقية أو في البطولات الأفريقية كلهم واللي واخد عنده خمس ألقاب في دور الأبطال الأندية اللي بتسبقه عندها صفر تمتخيلين فيه ست فرق ولا واحد فيهم خد بطولة واحد في دور الأبطال ما هو الجدول عشان نت تابعنا أول جدول يا جماعة عدد النقاط تاني جدول عدد الألقاب في دور الأبطال الترتيب الحالي التالت الترتيب لما تيجي حتشوف حتلاقي الرجاء بيسبقوا ثلاث أندي معنداش ولا بطولة بصوا بالنسبة للزمالك عشان أقول لكم خلينا في الرجاء الأول قبل ما توصل للزمالك يعني مش مسألة تخص الزمالك هذه قاعدة الرجاء عنده 45 نقطة وعنده 3 بطولات يسبقوا 3 فرق ما خدوش ولا بطولة وبعدين يلي 3 فرق ما خدوش ولا بطولة ثم زمالك بخمس ألقاب زمالك يسبقه شباب بالوزداد الجزائري ما عندوش ولا بطولة صفر في دور الأبطال بيترو أتلتكو الأنجولي بتاع فلافيو جيلبرتو صفر من دور الأبطال سيمبا التنزاني صفر من دور الأبطال الهلال السوداني صفر في دور الأبطال هوريا كوناكر الغيني صفر في دور الأبطال كايزر تشيفز في دور الأبطال يا جماعة ست عندها صفر الصفر بتاعها أكبر من ألقاب الزمالك في دور الأبطال ليه يعني وبعدين يقول لك ايه أصل ده مصطفى فاهم اللي عمله مصطفى فاهم يعني بطولات الزمالك اللي خدها في أفريقيا كانت كلها في وجود المهندس مصطفى فاهم بعد ما ميش الزمالك مخدش ألقاب الأهلي زادت في دور الأبطال ومشاركته في كاس العالم بعد ما ميش مصطفى فاهم وبعد ما اتحاد الكرة الإدارة التنفيذية بتاعته مفهاش مصري واحد انتم متخيلين انه الزمالك يبقى الاثناشر بقى ألقابه وست فرق مجموع بطولاتها في دور الأبطال الصف تسبقه لسبب بسيط عشان الناس بفهمة النقاط شارك في كم بطولة وصل لكم دور وانت ما بتشاركش في دور الأبطال او لما تشارك بتكملش بعد دور المجموعات فرصيد الزمالك اصبح 28 نقطة في مقابل الاهل 110 نقاط بصوا العدد كام على فكرة نهاية القرن اللي فات كان كل اللي بين الاهل والزمالك 3 بنت بصوا التراجع حصل ازاي وحفاظ الاهل على صدرته بقى اتعمل ازاي انا بس عايز اقول حاجة اه المعيار والنقاط هو المعيار الموضوعي الاول في ترتيب اي شيء في ترتيب الاول على ثانوية العامة ما بيقول لكش يجاب فول مركب كام مادة بيقول مجموعه ايه فيه نظام بيعلن اه المجموع اه ده المجموع هو نقاط المجموع ده نقاط طيب تعالى في الرياضة الاول في التنس الرانكينج بيترتب ازاي يقول لك النقاط مش عدد البطولات اللي كسبها ويقول لك قفزة من كذا الى كذا في السكواش عشان دي المصورين بيتطبقوا وفي كل الاحوال هو نظام اعلن يعني انا بس بجمع كل حاجة يعني لانه هو اعلن مش لانه ووقت ما اعلن ووقت ما اعلن اعلانه كان الاهل يسبق الزمال بحوال 17 بنت اه ازاي مالك استغلال ده قال فارق بعد بعد الاعلان مش 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 اتسع الفارق بعد الاعلان ده قال فارق الى ثلاث نقاط انا السكواش يبقى اللاعيب خسر اخر ثلاث بطولات وما زال يحتفظ بصدارة ترتيب لعيب العالم نقاطه في البطولات وعلى فكرة هذا نظام في يعني في الا لما تيجي تقول ايه اه انت عاشت هو البوكس البوكس اه يا بالقاضيع يا بالنقاط مش يا جماعة هي دي كلها يعني الموانس عايز يتكلم على اهمية النقاط هو المعيار ده المعيار الموضوعي انما انت عايز بقى بعد ما ينتهي كل حدث وبعد ما ينتهي كل موضوع تفكر في ايه اللي كان ممكن يغير ما صار البطولة لصالحك فعايز نظام يخصك اي وقت فتبتدي بعد الليلة ما تخلص تقول ما انت لو عملت كده كنت انا بقيت القوي اه لو عملت كنت وعلى فكرة لو تقالي انه ده المعيار كان الاهل يتصرف بطريقة تانية لكن انسحب وكان شارك في كل البطولات اللي انت مشارك فيها ما كانش رحل الكاس وانت بتلعب في الدوري عشان يحتفظ بالكاس لقابد كان عمل زي ما قلنا من بدر في القضية بتاعت الشيبي فيه ليحة فيها نصوص هنا فيه نظام اعلن له تصنيف بموجب هذا التصنيف تم هذا التقييم هل هتفضل ادمغة البعض مشغولة بانه الاهل اخذ حاجة مش من حقه شوف انت ايش حالك اليوم وصلت الفين احنا نتمنى كل التقدم على فكرة يعني الزمالك يستحق ما انت بتتكلم على بيرامز وبتتكلم على اندية سبقت الزمالك كتير في حصادها العام فالناس المفروض تنتبه لشغلها وتشوف ده ايه بدلا ما انت عملت الداعي وناس فعلا شغلت مخها اصل بطولات الاهل حرام اصل المال الحرام الحرام بعينه ان الناس يتطلع على الشاشة وتتكلم انه يطلع واحد يتهم بطولات الاهل بالحرام ويتساب هو ده الحرام ويسمح له ويحتفى به ويعتبر انه الراجل ظاهرة الحرام ان انت تيجي تقول لي في واحد يقولك يوده للاهل حكام مصر في كاس العالم هياخد كاس العالم ومحدش بيانزعج المصيبة ان انت مش بتتهم الاهل بس انت بتتهم حكام مصر كمان والاهل لما كسب اتحاد جدة كان بحكام مصر ولما كسب بطل اسيا اوراوى الياباني ايها الجاهل كان بحكام مصر ده قبل ما يكون انتقاص في حق بطولات الاهلي ده انتقاص وتهجيص في حق حكام مصر بجد بس ازاي يكون ده موجود على الفضائيات اتهام بطولات الاهلي بالحرام طب اتفضل شوف الرانكينج انت المشكلة الكبيرة لحد بيقرأ ولا بيتابع ولا بيعرف اي حاجة بيطلع بس اللزوم الشوق علشان يعمل جذب ولفت انتباه يبدأ الكلام الفارغ اللي انتو بتسمعوه ويتقال ان ده رياضة لكن الحقيقة حتى السادة المزعين في التوكشو ده يقوم جدا اللي بيحصل فاطلق الزميل تامر امين غضبته الشهيرة الشديدة في كلام النسوان الرياضي وبعدين بقى في التهجيص كلام النسوان الرياضي الحقيقة او شغل النسوان الرياضي شغل النسوان الرياضي قبل ما يكون ده رأينا ده رأي تامر امين اللي انزعج جدا من هذا الترد اللي وصلت له بعض البرامج الفضائية الرياضية نسمع تامر امين في شغل النسوان الرياضي يمكن حد يفوق في ناس اعلاميين باين عليهم انهم او حتى بيقولوا انهم اهلوية او زمالكوية بس كيادين يعني تحس في كلامه عدم المنطقية وانهم البلد كده على رأي امامها عشور ايه في ناس كده هجصين شمتين كيادين يطلعوا بس عايزين ايه يسخنوا ويبين محبته لفرقته فيقوم محفل على الفرقة التانية بشكل لا يليك خصوصا في الاعلام ممكن فيه حاجات تنفع على السوشال ميديا لكن لما تكون اعلامي ولا تكون محلل ولا تكون كابتن محترم او المفروض تبقى محترم لازم كمان طريق تكتبقى محترمة انا بقول اهو وباعلن على الملأ واعلنتها من سنين وما زلت اعلنها انا اهلاوي صميم لانه انا مش من انصار فكرة ان انا لا والله انا زم اهلاوي انا لا كده ولا كده ولا مفيش حاجة اسمها كده وجمهور مش هحترمك لما يعرف ان انت مليك شلون لا انا اهلاوي بس اهلاوي بشجع فريق الاهلي وهنا بقول الحق تقول الحق وباعلن تعلن انت بقك زم انت عاوز لكن فكرة انت تكيد وتحفل وشغل النسوان الرياضي الحقيقة مش حلو مش حلو وبيوقع في الاخر صورتك وقمتك من الناس استخلي اللعيبة الصغيرة اعلام عشور اتنين وعشرين تحت عشرة سنة يبتلي عليك ويخلص عليك بالشكل ده انت وغيرك انت وغيرك لان الحقيقة المكايدين والمحفلين بالطريقة الرخيصة دي في وسائل الاعلام كتار ومدام فتحت بقى هو الناس فهم انه يمكن اصدع لمن بس الحقيقة مش هو الوحده لا ده في ناس بيستضفهم في البرامج والحقيقة هم بيستضفهم عشان كده لان هم برامج مشاهدتها صعبة شوية في القنوات مشاهدتها ومستواها صعبة شوية او يعني متوسط شوية فاقول لك لو اشتغلنا عادي لا حدش حاجلنا فلازم نجيب الناس اللي بيعملوا سبيسي بيعملوا توابل الحرقين مش مهم بقى الناس دي بتفهم كرة ولا لا اساسا تاريخهم في الكرة ايه ده لو بشوف لعيبة مستضفين يعني في البرامج يا محللين قسم بالله لو جبت عشرة في الشرق كان بلعب فين ده ولا تنفكر له اي حاجة تنفكر اسمه لكن في النهاية اهو رزق الهبل على المستضيفين او رزق الهبل على الاعلاميين فانا ارجو ان احنا ننتقي ونختار الضيوف اللي بيجيبهم والمحللين اللي بيجيبهم علشان ده في النهاية بيمثل اولا صورتنا اذا كنت بحترم نفسي وبحترم المشاهدين اللي بتفرجوا علي فلازم نفرزهم ونختارهم ونعمد الى الاعلام المحترم كلام المحترم معنش مشكلة نتشجع الاقلق او نتشجع الزبالك بس نقول كلام منطقي يخلينا احترمك وعرف اتكلم معاك لكن اي حقص في اي كلام زي اللي بيطلع دلاتي على كتير من الوسائل الاعلام الرياضي العقية هو ده اللي بخلي اعلامنا الرياضي حالته صعبة جدا وبالتالي وساطنا الرياضي حالته صعبة جدا طب ايو هو طبعا ما بيقولش يسمى لكن بيشاور والحقيقة ابتدت البرامج تتكرر بنفس المشهد يعني لو غمضت عينك وما فرقتش بيه الاصوات يتالخ نهو نفس البرنامج بنفس التوجه بنفس الاسلوب تجيب الناس وتستفزع على بعض يقعدوا ناس تششم وناس ولعيبة فعلا فجأة 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 طول عمره يبقى ما بيغلطش في حد ما بيسقش الحد وانتبقوا ده ما حدش عارفه وفجأة يطلع انه اكتر واحد بيخر دم عشان نادي الزمالك وانه هو اصل انا وكل حاجة وكل ده انت حر بس اذا تجوزت في حق الاهلي لا وقفة بقى وقفة في حساب اللي يقول اموال حرام ده لازم يحاسب وحاسب حساب حقيقي اللي يقول لك الاهلي بيشتعل كده نسق يحاسب دي مش الفاظ تقال على النادي الاهلي ابدا ولا على النادي الزمالك ولا علي نادي هذا امر لا يليق اطلاقا لانك انت ماشي قبلت انك تلعب الدور ده انك تبعان مختلف قوي واخده في سكة يعني مش هقول ايه لكن انت حر في نفسك لان في الاخر هذه المستويات لا يقبلها الا يعني اعلام بلغ درجة التدني في مسؤولياتك الاخلاقية والمهنية هو هو ما تقوليش انه عايز يا عم بيدغضغ مشاعر مين بعض الناس اللي بتحب النوع ده وتحفل لاني معندهش حاجة تانية مش هتعرف تحتفل ضدك كنادي اهلي الا انك شوف حد بي ايوه ده اعلام يعني احنا مش قاعدين على مصطبة بلدي ده اعلام احنا منقصد بالإعلام اصد برئيس مناش نعم الجماهير الجماهير هتضموا كل الالوان اي ولا يمكن انك انت تسيطر على يعني ملايين لكن لما تلاقي ناس بتكلمهم عشان ترضيهم وتغذيهم بهذه المعاني عشان كده لما بنحتفي بحد يكون زمالكاو اللي بتاع بس عنده قدر من الموضوعية احنا بنحتفي بيه لان نمازج محترمة عايزينها تكتر وعايزينها تكتر في المعسكر الاهلاوي المعسكر الزمالكاو والمعسكر الاسماعلاوي كل المعسكرات هو ليه ليه من اكتر شعبية بعد الاهل والزمالك بحكم التعداد الاتحاد والاسماعيلي الاتحاد ثم الاسماعيلي بحكم التعداد الاسكندري有點 اكبر من اسماعلاوي مش كده ليه ما فيش مشاكل من جماهير الاتحاد السكندري مع الاندي بهذا العنف لان محدش راح غزة هذا الاتجاه المريض عندهم إنما المحافظات الزغيرة يسهل السيطرة على الاعداد المحافظات ديقة بقى تروح السويس تروح لإسماعيلية تروح ولون السويس يعني دلوقتي وفي الإسماعيلي فيه كتير أهلوية وفي بورسعيد فيه كتير جدا يعني انت عملت إحصائها هتجد نسب تفوق لكن المسموعين مين الشلة اللي انت قدرت خلاص توصلها وتغير دماخها وتغير دماخها فكل شخص قولوا لهم ما بلعبش في إسماعيلية انت قول مصري بتلعبوا فيه وحصل مشاكل طيب لعبة اللي بتفرغ لعبة الإسماعيلي انت خدت منهم أكتر من اللي أخد بالظبط كده بالأعداد قلنا لكم انت وقدر بقع عشرين والإسماعيلي واخد منك كم واخد كم الزمالك واخد منه فلوس قد إيه وانت تسببت في يوم الأيام بص تلت أرقام عشان الجمهوري بحفظ الأهل واخد من الإسماعيلي سبعتاشر لعب الإسماعيلي واخد او لزا مالك واخد من الاسماعيلي 19 لعب الاسماعيلي واخد من الاهل 24 لعب كلام جميل وفلوس قد ايه في الصفقات المباشرة فلوس كتيرة كتيرة طيب حصل مرة واحدة الاسماعيلي تهازز نتيجة تهازز صفقات ولا كان الاهل بياخدوا ويدينوا لعيبة يعني انا خدت محمد عبد الله للأسف للأسف لا للأسف لازم انت اعتذر عنها بس خلينا اقول المعلومة خدت الكابتن محمد عبد الله وخده محمود شيكو وفلوس خدت الكابتن شريف عفضيل والكابتن احمد صديق وفلوس كتير كل لعيب وكل لعيب الا الكابتن عبد الله سعاد كان فضله ستوشر حمش بلاش خده سبعة ونص مليون جنيه انت في ستوشر طب هل الاهل ما كانش يقدر يستنى ستوشر كان يقدر بس كان حريص ان يمشتغل بطريقة وين وين انت وهذا حقيقي والله كانت الرغبة في دعم النادي اسماعيل ولقوف جنبه انت عمرك محرط تلعيب ان نسيبه بدليل ان صفقة شريف عفضيل تحديدا ده هو كان الاستغنى رايح زمالك هو قاعد في زمالك يعني انت خلاص سيبته انت مش عايزه فهو قالك لا عايز اروح الاهل هو عايز اروح الاهل فتغير ما صار الصفقة وخدت فيها لعيب افادت جدا باقي التفاصيل كتيرة في الموضوع دي يعني اللي بعايز افكر بالموضوعية نقوله هتلعيب لعيب ونتكلم انما الكلام في المطلق بقى عشان الغلواشة هنفضل في الغلواشة دي كتير طيب امام عشور نقطة جدل زمالك باعه الميتلند الدنمارك ب3 مليون دولار الراجل زمالك اللي باعه زمالك اللي قابض الفلوس ومدربه اللي في الدنمارك قالك انا نختارك 3 مليون يورو 3 مليون يورو الراجل ما تأقلمش هناك والمدرب تغير وحب يرجع مصر وميده قالك انا كلمت مسؤولين في الزمالك كتير عشان يرجعوه مهتموش وكل نجوم الزمالك قالوا الكلام ده القدامى الاهلي فوض ميتلند امام عشور رحب جدا بالاهلي وديكوا شايفين خطواته ربنا يوفقه ويزيده انا بس عاجز ونبي فيه حيطة ما تعديش عشان نشرحه واحدة واحدة الكلمة الجديدة الكبري كبري فيه كبري بتلاتة مليون يورو طيب لو الاهلي ما بعشوا وقتها الكابتن حمدي فاتحي وبقى عنده التلاتة مليون يورو اللي خدهم عشان يسددهم في الصفقة دي ويعود غياب الكابتن حمدي فاتحي انت كل شيء له سبب فني يطلع واحد يقولك ده كده نسا ما هذا العبس ما هذا الكلام ويقولك كبري فيه كبري يا عم تعال خد اللاعب اللي انت عايز وعمل للكبري خمسة مليون وثلاثة مليون مليون يورو اهه ايه الكباري دي لا ما هديه ادمغة فا فا يعني فاشلة وما فاشلة كده دي بغبغانات مش هتقدر ترابع ده كده اللي بيديئك ان فيه ناس بتصدق الالحاح فيه ناس بسيطة علشان دي احنا بنتكلم ممكن يريح هذا الكلام فاتصدقه علشان كده احنا بنتكلم امام عشور يطلع واحد زي رضا عبد العال يقولك الاهلي وياخدوا كده نسه كده نسه في مين والاهلي لو مش محتاجوا فنيا حيدفع 3 مليون يورو لكد نسه ايه نسه دي بقى نهيكو على ان الكلمة اصلا مفترض عيب عيب يعني في حق السيدات يعني جدا لكنه كل واحده ثقافته ما فيه ناس دماغاتها ما فيهش الا الحت دي ولا يطلع على الشاشة ويخاطب رأي عام وفي حق المرأة وما حدش بينزعج على فكرة ولا حد بيداي انما يقولك السودان احس عشان اول بطولة شارك فيها مع الاهلي الاهلي اخسرها ما كانش مطلوب ان الاهلي يكسب كاس العالم للاندية مبدئيا وقولك بطولات سهلة طيب لو هي عم رضا نحس ووشه وقفة والكلام الفارغ بتاع الادمغة الفاضية قوي ديت رضا عبدالعال اول مباراة شاركها للاهلي قدام في مباراة القمة الاهلي خسر الصوبر في مطش الزمالك في جوهانسبرج هل حد يقدر يقول كان يتقلوا مباراة او المرات قمة ليه هل حد يقدر يقول وشه وقفة ده كلام ناس اقل ما يوصفوا به يعني فيها قمة الجهل باي شي صدقوني لكن يجي الرد والانزعاج من اتنين واحد كان جاي الاهلي ولما رجع في كلامه الاهلي قال له تفضل خد عقدك وهات الفلوس بمنتهى الاحترام والشياكة واحد جاي النادي الاهلي وعارف كيمة النادي الاهلي بعد ما كان لعف الزمالك واقل الاباني وطرق السعيد الاتنين علقوا على هذا التهجيص الشديد نشوفه تصريح امام عشود بعد المباراة انه هو كان بيتكلم انه يرد على الناس اللي قلله من قيمته وكان الكلام بيخص كابتر ريد عبدالعال كابتر ريد عبدالعال دلوقتي يرد عليه وقال له ان انت وشك نحس على النادي الاهلي ما فيش حاجة اسمها نحسة عن النادي الاهلي اولا امام عشود لعيب كويس وما فيش حاجة اسمها هو كان في ميت لاند او كان في الزمالك لعيب كويس فلما جي النادي الاهلي ما فيش كويس لا هو لعيب كويس لازم نعترف انا ما بحبش تغيير الاراء يعني اول بطولة مع التحاد العاصمة وما خدهاش وده ممكن يكون وضع طبيعي لان النادي الاهلي جاء مجهود عالي جدا خمس بطولات فلما يقع بطولة او اتنين حتى ما فيش مشكلة لكن لما تيجي تتكلم كما هو خد تلك كاس علم النادي الاهلي طيب هو النهاردة خد بطولة السوبر يعني يعني نحس دو فما فيش حاجة اسمها لا ما فيش حاجة اسمها نحس انا حيطة دي مش ما بحبهاش قوي يعني فما سواء تقبر كورة لا استوفيق وعدم توفيق وبعدين مش لعيب هينحس مثلا النادي كامل في نفس الوقت انت لسه ما دخلتش في ست سبع بطولات والنادي الاهلي خد بطولة واحدة فيهم عشان تقول نحس انت لو عايز تنتاكت حد اتتتكت كورة يعني انا مثلا لما اجا انتاكت طريق السعيد او اتتكلم من كورة اجا اقولك اعداء النهاردة مزباس كتير ده مثلا اولاي الفينفانية ما عنديش مشكلة ان ده رأيك ويحترم لكن انت بتتكلم على حاجة تانية برد الكورة ما فيش حاجة في الكورة اسمها نحس ومش نحس يمكن الكابتل ردع عنده طبعا بعض التصراحات اللي هي بتبقى دايما بتعمل ترينج دات كتير والولد حس نفسه مضهوط يعني وعايز اقول لك على حاجة هو مين بياجب كتر ردع بعلي في مصر قلص اصلاف التعطيبة احنا قلنا بيش حاجة في الكورة اسمها نحس ده لعيب يجتهد وبيشتغل وممكن تيام انت خدر بطولة وانت خدر بطولة وقال نحس لو ما خدش بطولة نحس 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 لا 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 انه برضو الكلام عن امام عشور لانه حتى في المنطقة دي لو فيه مدرب هيشتغل بالدجل ده من اقوى الصفقات اللي جاءت النادي الاهلي في هذا العقد امام عشور طبعا طبعا لكن هرد عبد العال هو لو النحس ده معيار معتمد تسمي ايه مدرب يمسك فرقة في الدور الممتاز ينزلها درجة تالتة مش تانية لو هناخد بالنحس والفحص والكلام الفارغ ده في الكورة قل الكلام ده تسميه ازاي لكن هل يقبل كل ده هل يقبل ان دي لغة اعلام تخاطب رأي عام يا جماعة مصر مصر الرياضية اكبر من كده بكتير واكبر من الادماغة دي بجد بجد لما يبتدي اعلام خارجي عربي شقيق يتهكم علينا من هزي المال من اعمالكم سلط عليكم هنطلع الفاصل وبعد الفاصل نتواصل اهلا بحضراتكم من جديد طيب احنا شفنا الفاد ده كله لكن برز على السطح برضو في علاقات اللعيبة السابقين بالاهلي واحد ندمان والتاني مش دريان كابتن عبدالله السعيد طارق السعيد عفوا طارق لعب كبير اصلا كان في النادي الاهلي وهو ناشي ورجع كان المفروض يكمل مع كابتن ساد عب حفيز في نفس الجيل ومشي ورجع طنطة وبعد كده رحل الزمالك وعمل مع الزمالك مسيرة هيلة جدا للعب دولي محترم وجي النادي الاهلي عمل بطولات كبيرة مع النادي الاهلي وتقلق في كاس العالم برغم ضيق الفترة وخد وسام وخد وسام وفترة من الفترات فجأة ظهرت كده حاجة غريبة انه بيقول انه ندمان انه جي النادي الاهلي وكلام بدأ غريب لكن رجع تاني وابدى الندم على ندمه نشوفه ونشوف ايه السبب لانه ده بيفسر حاجات كتيرة ورا المشهد نقول لكم عليه انت قبل كي قلت تصريح ان ان انت ندمت النادي الاهلي وزعلت منك قلت فعلا وزعلت جدا ان انا طلعت وقلت الكلام دوت لان اي حد اذا شرف ان هو لعب جوة النادي الاهلي ويمكن انا مش عايز اقولكم ضغطات ساعتها وفي بعض الناس كانوا بيضغطوا علي وكان في بعض الوعود لعودتي داخل نادي الزمالك لكن في النهاية تصريح انا اخطأت فيه فعلا وما اعتقدش ان انا قلت حاجة زايدية ومش هينفع اقولها تاني لو جالك منصف في الاهلي او في الزمالك تختار ايه لو جايبها او كده كده مش عايز او فكرة وارد اول انت اسم كبيرك بطارق انت لعبت هنا وهنا صح فانت كل التقدير اه ايقلك انت مائك الاول للزمالك وطبيعي بصغر يعني السنين اللي عبت فيها في ناس الزمالك اكتر كتير من نادي الاهلي وده طبيعي جدا بس يوم ما طلب ان انا ادخل نادي الزمالك يعني اعصار من الناس ورفضوا وما ينفعش يدخلوا كأن واحد من الكفار داخل نادي الزمالك مع ان يعني فيه ناس كتير جدا يعني كانوا بيعابوا في نادي الاهلي واشتغلوا جوه نادي الزمالك لكن طبعا لو طلب هنا او هنا انا تحت قمبل اثنين طبعا انا فاكر الموقف اللي اعلن فيه عن ندمه كان مطلوب منه في محاولة انه كان حسام ابراهيم يمسيكه الزمالك هو في جهازه وهو تمالك كانوا بتحرقوا مع بعض وقبل بالرفض القاطع هو قال له كانت تواجهتك قالوا له طب ايه اطلعوا لنا ندمان واحنا يمكن الجمهور يسمع المهم يعني هو قاله هو يعني لكن هو من جواه طبعا يقدر النادي الاهلي جدا لان هو دخل النادي الاهلي واخلصه وكان مؤسر جدا حتى في كاس العالم البرونزية يعني رفعاته من احداها جاءت ضربة راسي بتاعة فيلافيو اللي كسبنا بيها البرونزية يعني فاحنا كنا يعني لا خدنا منه اللي احنا عايزينه وهو خد خمس منطولات خمس منطولات في السنتين ووسام اه حاجة بمسيرة عمره يعني ازاي حيبقى ندمان فهو يعني احيانا اللعيبة تقول كلام من نوع ده في مغازلة لا هو علشان بس زي ما كابت النادي السيد قالك أنا ندمان وبعدين بنته بتلعب السنت دي في النادي الاه اه يعني بص يا جماعة بالنسبة للعيبة الأدام لان ده ما بيبقاش باين للجمهور اللي ما عندوش تفاصيل الامور اللي بتتم فيه احيانا الناس عشان المصلحة تمشي هو لازما يبرهن عن حبه للمكان اللي رجع له ورفضه وندمه على المكان اللي كان فيه تكررت من كذا حد بل انه الامر كان وصل لدرجة لا اغلط في الاهلي اه تفتكروا واقعة وليد صلاحة بلطيف الرجل على شاشة نادي الزمالك قاله الاستورة محمود الخطيب قامت الايامة عليها ومنعه من الظهور من على الشاشة وقت مرتضى منصور ونكل بيه الى درجة انه احتاج يطلع يغلط في الاهلي ويغلط في رئيس النادي الاهلي ويهاجم الكابتن سادعب حفيز رفيق عمره بس الحقيقة ما طولتش معاه لانه بعد كده استغنوا عنه فراح ظهر في احد البرامج اعتذر لكابتن خطيب واعترف انه كان بيتقلو في الاربيز قول كذا واعتذر لكابتن سادعب حفيز اعتذار شديد وقال لك انا اجبرت في فترة ان انا اقول الكلام ده طبعا الاعتراب فضيلة والتراجع عن الخطأ ده شي كويس بس عشان لان بيغلط فيهم بالشكل ده تبقوا عارفين خلفيات الصورة فيها ايه يا استاذ بريب قابشع الشيء استغلال حاجات الناس بما يوش بالابتساز ان يتخليه عمل زي بالظبط ان تخلي واحد اعترف تحت ضغط محتاج فلوس يعمل عملية لبنته لمراته فيروح يشتزور ما هو عمل جريمة كبيرة لكن انت استغلت حاجته انت مجرم قبليه صح اي وقت انت المجرم الحقيقي لان انت احتاجت او استغلت حاجته للشغل علشان يسيق لحد لا ينفع لاعب مشي من الاهل راح الزمالك يجي يرجع يشتغل في النادي الآلي فيتقاله اغلط في النادي الزمالك لا لا ده كلام قليل قوي ده تفكير صغير جدا اللي تزعى منه المتطوع ايوه وفيه نمازج ما كانش حد هتذكرهم بلاذ عملوا كده اه هي دي المشكلة قربانا على السطح الاعلامي في احد البرامج ومن خلال بعض الفيديوهات ظاهرة اسمها عفة نصار ظاهرة اسمها عفة نصار خليك واضح او خليك عفة خليك تقول الحقيقة او خليك تقول كلام غريب كنت تفاكر انه الواقع بتاعت قدرع بعظيم هي اغرب حاجة لكن شفتله فيديو في نهاية حلقة بيقول لي معتزقين ومعتزقين وغلبان في التفكير وورا اخر اه منتامل للأهل وكل حاجة بس كتير لما بيبقى معندوش معلومة معندوش منطق وبيتغلوش عليه وعلى فكرة هم جايبينه خصيصا عشان ده شكلا بيمثل للأهل ده ما سيينه واحد يمينه حتش مال والمزيع معاهم يعني تلاتة على واحد بالضبط دايما كده في احد الفيديوهات شفتها لا هو تلاتة على واحد الناس دي ما استحملتش فكرة حد محترم وواعي ومدرك وناضج زي محمد جودة جودة حاجة هيلة جدا حاجة واجي اينو قاوم على قد ما يقدر اينو مسكين لا اينو بيباشلق عليه كتير يا اينو بياش ملاحق اه يرد على ده التاني يزيط عليه لكنه بيبقى دايما ما فيش معلومة فيتقاله ايه ما هو اللي قاله عفة ده حاجة برضو ما تتقلش قاله انتو فضلتو بتعتبروا الميداليا البرونزية بطولة تاخدوا عليها النقاط كل مرة في التمن كل مرة كنتو بتطلعوا التامن تاخدوا نقاط عليها لغاية لما بقيتوا نادي القرن بقولكو حاجة بجد يعني لازم انت تتراجع الحالة النفسية والمزاجية للناس اللي بتطلع واحد يلعبنا كاس العالم امتا؟ اولا انت بدأت تلعب في كاس العالم من 2005 وخدت نادي القرنة في 2001 لا انت زعلان من اينه واللي بيقول كده ده دعفة ما دعفة اللي قاله لكن الاغرب والادهش انه قالك كنتو بتطلعوا التامن مع ان الجغرافيا بتقول ان القرات ستة بس كاس العالم بيشارك فيه ست دول ست انديا ممثلين لقراتهم والسابع صاحب الدولة المنظمة التامن ده مين؟ يخبط كلام بس خلاص التامن ده مين؟ يعني خلوا قرات العالم تمانية عشان الاغل يبقى التامن والاغل امتى طلع وخد نوع حطته في نادي القرن اللي اعلن في 2001 بقول لكم حاجات انت ما تشوفه اوبي هاجم بس الحقيقة بروان عطية تتحك بقى ده اللي تتحك بقى مش عارف اللعيم العجرة كيبه عليه بيلعب فيه ولا جاب جاب هون يقولك بيجيب جواه يقوله جاب جاب جوت طب يلعب فين ما يردت؟ بس وقع الحقيقة يعني لما يتقال هالفطة مسؤولية مزيع بجد مسؤولية مزيع انه يسمع حاجات برى الحقيقة وبرى الخيال ولا يرد عليها ولا تصلح الا اذا صححت عن عمد في اتجاه معين برضو لمزيد من ترسيخ الصورة السلبية ضد الاهل والنكش دايما والتفوير بس اقولك على حاجة ما هو برضو يعني معلش مؤكد اللي قاله عفة نصار قبل كده للزميلة سماح عمار لا ده حد اكيد ما كانش داريان افكركم بيها احكي لهم على موضوع بتاع كابتن قدرع بعضين لما احنا نزلنا زمالك معترض ان قدر يحكم للزمالك خلاص ومش هيحكم والاهلي كان معترض على محمد حافظ واستحاد الكورة اصدر قرار الاتين دولة مش هيحكموا للفرقين نهاية الموسم وجينا نزلنا الاستاد احنا سخننا والاهلي بيسخن وجمال غندور بيسخن في الملعب جينا وقفنا في السلام الجمهوري جمال غندور دخل وقرج قدر من قط اللبس وقف قدامنا والهو اللي هيحكم من المغرب العافية انا عدالة انا كالعيب نادس دمالك في الوقت ده احس باي احس النادس بتاعي ضعيف احس ان انا مهما هعمل يعني والله العظيم والله العظيم والله العظيم ان في الديئة 17 او الديئة 19 في كرة كنت رايح اجيب جون واتسلت من ورا كده وخدت كارت والله العظيم ادري يا بعظيم قال لي والله العظيم هتتغلبوا لو عملتوا اللي النهاردة عشان تساعدتم المباراة في المباراة دي تقليلا ايوه انا بقول لي والله العظيم والله العظيم وقلت الكلام ده في التحقيق بتاع اتحاد الكورة ولا حالة وبعدها باسبوع ادري يا بعظيم كان هو اللي مسيق قناة النادي الاهل البرامج الرياضي في النادي الاهل هذه مكافة عادية وعلى الملأ مفيش مشكلة لان ان الزمالك فقد ناحية الاعلامية بتاعته اللي انا بطالب بيها المشاريع المطادة منصور بقوله عليها لازم عندك ناحية اعلامية الاعلام هو النجاح انت بتحجب تتكلم على اين سنة الفريق احلام طب ده ما كانتش قناة الاهل كانش موجودة كانت موجودة قناة الاهل في الوقت دا لا ما كانت موجودة كانت موجودة ومسك قدري بعدها مسك قدري بعدها مش ممكن مسك قدري بعدها مدير البرامج الرياضي في النادي الاهل في النادي الاهل البرامج الرياضي في النادي الاهل ننفع نتكلم تاني يعني خلى قرات العالم تمانية وخلى الأهل خد نادي القرن علشان خد نقاط كان بياخدها في المركز التامن فبطولة الأهل بدأ يشارك فيها في 2005 واخد اللقب في 2001 بس ما كمان اللي سمعته سمعته عن مرض حاجة تانية خالص ده الراجل بيحلف بالله العظيم وأنا بستغرب على الناس اللي بتستطيع ولا تجعلوا الله عرضة لإيمانكم اجدبوا براحتكم هلفطوا براحتكم اتكلموا وانتوا مش داريانين براحتكم بس ايه داعي انك تقسم بالله العظيم تلاتة وقولك انا قلت ده في تحيات في التحاد الكورة انه النادي الأهلي مكافأة لأدري عب عظيم بعد المرش بأسبوع جابوه مدير البرامج الرياضية في قناة الأهلي اللي بدأت في 2008 والمرش كان قبلها ب12 سنة المباراة 96 يعني انت وعدتوا انه بعد 12 سنة اللي هي الأسبوع الجاي الأسبوع الجاي اللي هو بعد 12 سنة وعمره ما داخل القناة الأهلي وعمره ما داخل القناة حتى تحليل وبعدين ايه اصلا البرامج الرياضية في قناة الأهلي اللي هي قناة منوعات يعني ففيها جزء رياضي بقول لكم مستوى لحاجة مش داريانة قال لك قبل كده أبو قريب بطولات للاهل الحرام برضو يعني ايه بطولات للاهل الحرام بجد يعني ايه الحرام بص يا برايب وبعدين يقول لك ايه اليأس ايوة اليأس عشان فيروس الأهرام يوصلك انك ايه تقول التحيز الحرام البطولة الضعيفة انك انت تقول اي سبب غير انه متفوق عليك بس الحقيقة الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك رد على كل الهلفاتة ديت مع عمره قديب لما سأله عمره قديب ارجوك قولي ايه الفرق بيننا وبين النادي الاهلي هو الاهلي عامل ليه كده وإحنا كده لكل الهلفات والهلفاتة والتهجيز والهجسين اللي قولك مال الاهلي حرام واللي قولك الاهرام اللي هي خرجت من الرعاية بقالها عشر اتنشر سنة والاهلي مزينيته قد كده بدون الاهرام كابتن حسين لبيب الحقيقة عفانة من كل الكلام باللي قاله العمره قديب حاجة بره السياق ممكن رسألك سؤال حيجنني ممكن بس بلاش شرطني هو ليه احنا كده والاهلي كده مانجمنت إدارة إدارة مؤسس إدارة إدارة مؤسس إدارة إدارة مؤسس إدارة مؤسس بص أنا قبل كده زمان قلتلك أنا كل الأخشاه إن حد يفكر صح هو ده اللي تخاف منه فاكر موقف معين كده واتخذ فيه قرار طرباوي الصبح قلتلك كده أنا خاف طب قول لي بقى تستاني بس لا دي هنجيلها مرة تاني حسين لبيب أنا مش هحكي الواقع دي حسين لبيب يتعمل حسابه عشان كده طيب ده اعتراف وتأكيد لكن المهم دلوقتي في أقل من دقيقة أنا فاكر مرة قلتلك زمان أن عفة نصار جالك بنفسه وكان عايز يلعب في الأهلي ياه اه لا نزمن ده سياق ده سياق لا لا جال وقعا أعتقد أنا شاكر بس التواريخ يعني هو جي وكان معاه أسولته عايز يخشي قضي يوم في النادي الأهلي اه فطبع رحبت بي جدا كان لعيم كبير كان لسه بيلعب لا لعيم كبير عرفت كان لعيم كويس يعني اه واحتفينا به كويس وقابلنا كويس جدا وقال لنا أنا مستعد ده أجي بك الصبح ألعب للنادي الأهلي ما تجاه بس أعمل عضوية في النادي الأهلي أعمل عضوية في النادي الأهلي اه فأنا طبعا يعني طبعا بتقوله تتناور أي مكان وبتاع العضوية ده قصة لها نظام تال وبقولها بيبقالها نظام تاني وشروط تانية لكن لكن هو كان كان عنده الرغبة طبعا طبعا وإحنا ما بنديش عضوية النادي الأهلي بالطريقة دي ما تدخلش تتحيز المفاوضات إلا إذا كان تنطبق عليك يعني تفهم قصدي تنطبق عليك الشروط وبتسدد قيامها إنما يعني يعني قصد أقول هو ما كانش يبدو عليه هذا المشهد يعني كان لعيب كويس وجاي قضى يوم جميل في النادي الأهلي وكان محل ترحيل وتفتح الموضوع يعني بهذه المناسبة وبعد كده احنا ما ما تكررش وما يبش على فكرة فيه أكتر من لاعب ولعبة كبيرة قوي 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 سوالكين